من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي وهو ما يعني أن الحكومة نجحت في تنفيذ ما تم التخطيط له وحققت النتائج التي تمكنها من الانتقال من المرحلة الأولى للثانية في ظل ظروف صعبة يمر بها العالم الذي يواجه جائحة كورونا ولكن كما اختارت الدولة المصرية أن تواجه الجائحة دون أن يتوقف العمل أو تتعطى العجلات التنمية لتستمر مصر في رسم نموذجا فريدا في التعامل مع هذه الأزمة السيدات والسادة اسمحوا لي أن أدعو دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لألقاء كلمته دولة الرئيس كلمة لحضرتك بسم الله الرحمن الرحيم السيدات والسادة الحضور اسمحوا لي في البداية طبعا أقول لحضركم جميعا كل سنة وحضركم طيبين بمناسبة شهر رمضان المبارك وأدعو الله أن يعيدوا دائما بالخير واليمن والبركات لمصرنا الحبيبة وجميع الشعوب العربية والإسلامية اسمحوا لي طبعا أن أرحب في بداية كلماتي الحقيقة بكل الحضور الكرام من الحقيقة من الجهات التي تمثل الدولة المصرية ولكن أيضا طبعا معانا الحقيقة حضور مميز جدا من طبعا الأعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ المعينين بالملف التنمية الاقتصادية في مصر وأيضا طبعا مؤسسات المجتمع المدني وأيضا شركاء التنمية من المؤسسات الدولية وده في إطار حرص الدولة المصرية وتأكيد حرصها الشديد على استمرار الشراكة مع كل مؤسسات المجتمع المدني الغير حكومية سواء المحلية أو الدولية في تنفيذ منظومة الإصلاح الاقتصادي الكبير اللي قامت بيها مصر في خلال المرحلة الماضية وسمحوا لي استعرض مع حضراتكم يمكن أهم المحددات والمحاور اللي النهاردة يمكن أنا وجدت أنا وزملائي من السادة الوزراء إنها فرصة مهمة جدا إن إحنا مع حضراتكم وفجود حواجه حضراتكم بنطلق ما نقدر نقول عليه المرحلة التانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر والمرحلة دي اللي هي بتختص في الأساس بالإصلاحات الهيكلية للقطاعات المختلفة اللي يعني بتحدد أهم مقاومات الاقتصاد المصري ورؤية الحكومة للاهتمام بها في خلال المرحلة القادمة إن شاء الله مع بقية القطاعات اللي إحنا عارفين إنها بتؤثر وبتقود عجلة الاقتصاد المصري وسمحوا لي يمكن هنا إن أنا ببدأ إن يعني الحكومة المصرية بدأت من 2016 المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل واللي يمكن الحمد لله بشهادة كل المؤسسات الدولية إحنا نجحنا فيه تنفيذه وهو الشق الخاص بالإصلاح النقدي السياسات النقدية والسياسات المالية ولكن الحقيقة اللي إحنا شفناه واللي إحنا تعلمناه من كل تجارب العالمية وتجاربنا إحنا مصر شخصيا على مدار العقود السابقة إن لابد إن البرنامج الإصلاح الاقتصادي للسياسات أو الإصلاح للسياسات النقدية والمالية لابد أن يتكامل معه إصلاح هيكلي للقطاعات الخاصة بالاقتصاد عشان نضمن فعلا استدامة عملية التنمية للاقتصاد وإن هو ما تعثرش مرة أخرى والحيمكن الحمد لله يمكن الإصلاح الاقتصادي والمرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادي حققت نتائج بشهادة كل المؤسسات العالمية تعتبر نتائج مبهرة ونتائج مميزة جدا إحنا يعني خلينا نتكلم على نمو للناتج المحلي يعني قفز وهنا يمكن أن الأرقام اللي قدام حضراتكم دي كلها هي الأرقام اللي كان قبل جائحة كورونا وبالتالي دي كانت الأرقام اللي يعني الاقتصاد المصري يقدر إن هو يحققها في إطار الظروف الطبيعية يعني من نسبة نمو كنا 2.9 من 10 قفزنا إلى 5.6 من 10 نسبة معدل تضخم كنا يعني متجاوزين إلى 34% قدرنا إن إحنا ننزل به إلى 4.3 من 10 معدل البطالة النهاردة يمكن كنا بنقترب من 13% نزلنا كنا في قبل كورونا لـ 7.5% يعني الاحتياطيات طبعا النقدية من العملة الصعبة بعدما كانت 13 مليار دولار كنا وصلنا إلى 45 مليار دولار برضو قبل الحقيقة الكورونا نسبة العجز الموازنة قدرنا الحمد لله إن إحنا كنا نجبح جماحها بصورة كبيرة جدا وأيضا معدل الفقر لأول مرة نجحت الدولة المصرية إنها تأخذ إلى منحنى النزول بعدما كان 32.5% في 17-18 آخر أرقام طبعا إحنا كسرنا 30% وبقينا 29.7 من 10 والحقيقة مع يعني ودي كانت بشهادة كل المؤسسات الدولية سواء الصندوق النقد الدولي وحدة الاستخبارات الاقتصادية وأيضا مؤسسة فتش كلها أجمعت على نجاح الاقتصاد المصري وقدرته على التلقي الصدمات والصمود ضد ظروف شديدة الاستثنائية وهي الخاصة بفيروس كورونا ويمكن وده اللي خلى مصر الحقيقة الحمد لله بشهادة كل هذه الجهات إن مصر من الدول المعدودة على أصابع اليد الوحدة في العالم اللي استطاعت إنها تحافظ على استقرار الاقتصاد وتحقق معدلات نمو إيجابية في ظل جائحة كورونا وده اللي حضراتكم يمكن شايفينه النهاردة لما نيجي نقارن الوضع اللي موجود على مستوى العالم يعني دي معدلات النمو اللي قدام حضراتكم إن يعني من كل دول العالم في 16 دولة فقط هي اللي نجحت إنها يبقى عندها نسبة نمو 1% أو أكتر 11 دولة ما بين 0 إلى 1% ولكن 167 دولة الاقتصاد بتاحها انكمش يعني حقق نموه بالسالب لكن مصر كانت من أسرع الاقتصادات واللي حققت نسبة نموه 3.6% والناتج المحلي الإجمالي لمصر تجاوز 362 مليار وده اللي خلاها يمكن ويمكن تبقى لتقرير صندوق النقد الدولي هي تاني دولة على مستوى الدولة العربية من حيث الناتج الإجمالي المحلي يعني بعد المملكة العربية السعودية مباشرة طيب إحنا النهاردة إيه الهدف من خلال اجتماعنا النهاردة واللي بنشرف بوجود حضراتكم فيه إن إحنا بنطلق الحزمة التانية أو ما يعرف باسم المرحلة التانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي واللي هو بيؤكد على الإصلاحات الهيكلية للقطاعات وللمنظومة العمل والحوكمة اللي موجودة في الدولة المصرية بهدف يعني تحقيق الاستدامة لنمو الاقتصاد المصري وزيادة معدلات النمو المرجوة في خلال الفترة القادمة وده الحقيقة اللي تعلمناه زي ما كنت بقول في البداية إن برنامج الإصلاح للسياسات النقدية والمالية إذا لم يستدبعوا مجموعة من الإصلاحات الهيكلية فسيكون مصيره زي دول كثيرة جدا اللي هي بتقدر إنها تحقق معدل نمو لسنة أو اثنين وبعد كده بيرجع الاقتصاد مرة أخرى بيتراجع وده الحقيقة حصل في مصر نفسها يمكن مع البرنامج اللي كان بدأوا في بداية التسعينات الحكومة المصرية في سنة 91 تحديدا وتعمل برنامج في هذا الوقت وبرضو قدرنا ساعتها المرحلة الأولى منه الخاصة بالسياسات النقدية والمالية إنها تحقق نجاح جزئي في هذه المرحلة ولكن نتيجة لإن الكلام ده لم يستدبعوا برنامج ومنظومة للإصلاحات الهيكلية للأسف الاقتصاد المصري رجع بعدها مرة أخرى للتراجع ونفس المشاكل اللي كان بيعاني منها ويمكن ده عشان كده كانت رؤية الحكومة المصرية في هذه المرحلة حتى مع الظروف شديدة الاستثنائية للعالم كله بيعاني منها في ظل جائحة كورونا إن لابد إن احنا نطلق وفي هذه المرحلة بالذات برنامج أو المرحلة التانية للإصلاحات الهيكلية لإن هدفنا وعينا زي ما حضركم وحنشوف إن احنا نقفز وننطلق بالاقتصاد المصري إلى معدلات نمو وتبقى مستدامة ولا تتأثر بالظروف حتى الشديدة الاستثنائية اللي احنا موجودينها وده يمكن فعلا شكل اللي بيورينا إزاي الاقتصاد المصري كان يعني النسب النمو بتاعته بتحصل إزاي معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وكل ما كنا بنبدأ نتعافى والدنيا بتمشي بصورة جيدة بيبقى بتحصل بعض الهزات بتخلي الاقتصاد مرة أخرى يتراجع إحنا طبعا يعني بعد ما كنا زي ما شرحت لحضركم وصلنا لمرحلة نمو خمسة وستة من عشرة جد طبعا ظل ظروف جائحة كورونا ودي اللي خلتنا أثرت علينا ولكن ما أثرتش على مصر وده يمكن عزائنا أن هي مش تأثيرها على مصر فقط ولكن على العالم كله لأن لما نيجي نستعرض المراحل السابقة يمكن كان تراجع الاقتصاد المصري بيرجع بصفة عامة أو بصفة أساسية لبعض الحالات المحلية أو بعض الظروف المحلية اللي كانت بتخليه في فترات سابقة بيتراجع ولكن إحنا مرة دي التراجع النتيجة لظرف شديد الاستثنائية عالميا وكان هو ده اللي مأثر علينا زينا زي بقية دول العالم وعشان كده يمكن اسمحولي أنا وطبعا كل زملاء الوزراء اللي حاضرين معايا النهاردة هنعرض لحضراتكم الملامح الخاصة ببرنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري اللي احنا كلنا بنطلقها وبنتبنيها خلال الثلاث أعوام القادمة بإذن الله وده اللي هي الفترة اللي احنا بإذن الله أيضا مستهدفينها كحكومة ان احنا بنركز عليها جدا وبشدة في خلال المرحلة القادمة عشان نحقق النتائج أو الأهداف اللي أنا هعرضها على حضراتكم في الاسلايدات اللي جاية أو الشرائح القادمة يمكن لأول مرة البرنامج الإصلاح الهيكلي حيبقى بيستهدف يعني ما يطلق عليه الجانب العرض الكل بالاقتصاد عادة احنا كنا دايما برامجنا بتستهدف جانب الطلب ولكن لأول مرة أيضا احنا هنا بنتكلم على برامج ويعني محددات زي ما حضراتكم شايفينها قدامكم يمكن سبع مؤشرات مهمة جدا هنشتغل عليها في إصلاح هيكل الاقتصاد تحرير التجارة إصلاح منظومة التدريب المهني تطوير أسواق المال تطوير أسواق العمل والإصلاحات اللي حتتعمل في سوق العمل المصري وشكل فرص العمل الجديدة اللي احنا بنستشرفها التطوير الخاص بقطاع التعليم والمنتجات المصرية وتعميق المنتج المحلي في الصناعة المصرية في خلال المرحلة القادمة الحقيقة الكلام ده كله حيبقى مرتبط معاه ان احنا برضو بنركز على السياسات المرتبطة بجانب الطلب الكل من خلال الرفع كفاءة سياسات اللي بتستهدف جانب الطلب مثل السياسات النقدية والمالية احنا مستمرين مع الحقيقة معالي وزير المالية وايضا مع البنك المركزي في مجموعة كبيرة جدا من الإصلاحات ايضا هيئة الرقابة المالية للاستمرار في ما اكتسبنا من نجاحات في الإصلاحات سياسات النقدية والمالية ايضا معنا ولكن ايضا احنا حنبقى بشغالين على يعني تحديات كبيرة جدا احنا معترفين بيها وعارفين ان الاقتصاد المصري بيعاني منها في الفترة القادمة احنا دخلين بقوة شديدة جدا في نظم التحول الرقمي في كل مجالات الاقتصاد المصري الحوكمة حل التحديات الخاصة بالتنسيق اللي ما بين الجهات وبعضها البعض تيسير الإجراءات تسهيل الاتجارة البينية ما بين مصر والبقية الدول في العالم وازاي نبصت الإجراءات دخول وخروج المنتجات بالكامل كل دي النهاردة إجراءات احنا شغالين عليها في خلال المرحلة القادمة الحقيقة يمكن الاقتصاد المصري دائما بيتميز ودي يعني شيء الحمد لله ربنا حبينا به ان الاقتصاد المصري متعدد يعني ما بيعتمدش على قطاع محدد بعينه وده يمكن اللي خلى الاقتصاد المصري قادر على الصمود ان عندنا اكتر من قطاعات قطاع واحد الاقتصاد المصري بيعتمد عليهم ويمكن ده اللي حضركم شايفينه احنا الاقتصاد يعني في مجموعة من القطاعات فعلا هي اللي شايلية ولكن يمكن رؤيتنا ان شاء الله التلات سنين القادمين ان اهم تلات قطاعات هنركز عليهم بصورة كبيرة جدا لإيمان الدولة المصرية ان هذه قطاعات هي اللي حتدفع بصورة كبيرة عجلة النمو وزيادة نسب نمو الناتج المحلي الإجمالي وهي قطاعات الخاصة بالصناعات التحولية والتكنولوجيا وايضا قطاع الزراعة وقطاع الاقتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتأكيد في قطاعات اخرى زي قطاعات الطاقة وقطاعات التشهيد والبناء دي كلها الحقيقة الاقتصاد المصري معتمد عليها وحتستمر ولكن احنا شايفين بصورة كبيرة جدا ان المرحلة القادمة عشان نحقق طفرة حقيقية ونسب نمو اعلى من النسب اللي احنا بنستهدفنها ان ان شاء الله هيبقى هذه القطاعات التلاتة هم الاولوية الاولى للاقتصاد المصري باذن الله احنا حطين هنا برامج وارقام محددة اللي احنا ان شاء الله بنستهدفها من خلال البرنامج الاصلاحي الهيكلي اللي حنبقى الاقتصاد المصري بنأمل ان هو هيسير بهذا المنوال في خلال المرحلة القادمة احنا بنتكلم اذا كنا النهاردة نسب النمو النتج المحلي بسبب كورونا 3.6 من 10 احنا بنتكلم على ان احنا حنبقى بنتكلم على الاقل ما بين 6 الى 7% في خلال التلات سنوات القادمة ان شاء الله ان يكون نصيب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحل الاجمالي اذا كان النهاردة بنضعفه ان من حوالي 2.7 من 10 او 2.8 من 10 الى 5% على الاقل ايضا الصناعات التحولية انها تزداد من 12.5 الى 15% قطاع الزراعة ايضا ان هو يزيد مع ان يبقى ميزان المدفوعات اللي النهاردة اذا كنا بالسالب ان احنا النهاردة ناقص 8.5 مليار دولار ان شاء الله بنستهدف ان يكون هناك فائد ما بين 3 الى 5 مليار دولار في خلال المرحلة القادمة باذن الله هناك مستهدفات ان حمده ان شاء الله باذن الله هنكون قادرين بالرغم من كل التحديات ان احنا نحققها احنا النهاردة يمكن من الدول القليلة اللي بقت لأول مرة بتحقق ما يطلق عليه الفائد الاولي فيه يعني كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي احنا يمكن كنا حققنا ووصلنا الى 2% جت يعني ظروف كورونا اجبرتنا ان الفائد الاولي ده يقل ولكن احنا بنستهدف ان شاء الله برضو ان احنا نرجع مرة اخرى لرقم 2% اللي احنا يمكن كنا حطناه كمستهدف مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية ولكن ايضا عنا في نفس الوقت على ان نخفض تدريجيا من العجز الكلي بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي بحيث فعلا ان احنا في عام 2023-2024 نبقى نازلين لخمسة ونصف في المية وده رقم مهم جدا النهاردة ان احنا نحققه ان احنا بدين من اكتر من 8% ان احنا ننزل الى خمسة ونصف في المية في خلال المرحلة القادمة ايضا عنا ودي نقطة دائما المؤسسات بتقولها لنا مؤشرات الاقتصاد المصري جيدة جدا بجميع المقاييس ولكن دائما التحفز او القلق من الدين وبالتالي احنا عنا بصورة كبيرة جدا على الدين في خلال المرحلة القادمة وازاي ان احنا يعني حنبقى بنحاول ان احنا ان شاء الله الدين ما يرجعش ابدا للتصاعد بل على العكس احنا بنسبت الدين في خلال العام المالي القادم ولكن بعد كده يبدأ ينزل تدريجيا للارقام اللي كان المفروض احنا ابتدينا وناخد المصاري التنازلي ولكن يمكن ظروف كورونا هي اللي قدت الى طباطق المصاري التنازلي ده وان احنا بنحاول ان احنا نسبته في وقت العالم كله ودول العالم شفنا ان ارقام الدين بتتصاعد بصورة كبيرة جدا جدا ولكن احنا في مصر بنقول لا احنا هنسبت نسبة الدين بتاعنا وبالعكس هنرجع تاني في خلال السنتين ثلاثة القادمين باذن الله ياخد المصاري التنازلي ده في نفس الوقت اللي احنا برضو عنا على تحسين اوضاع معيشة كل المواطنين بما فيهم الموظفين والعملين في الدولة حضركم بتشوفوا ان نسب الاجور بتفضل زياداتها سابتة وبتبقى ليها نسبة محددة من الناتج المحلي الاجمالي ومن الموازنة العامة للدولة في اطار المقبول وفي اطار الحوكمة وبالتالي ده بيقدنا ان احنا بنركز على محاور اساسية في او خمس منظومات لعملية الاصلاح منظومة التشيعات وازاي ان احنا التركيز المرحلة القادمة على تسهيل وتبسيط التشيعات وتوحدها منظومة الاداء الحكومي تيسير كل المعاملات الحكومية والميكانة والرقمنة لكل العمليات موضوع اللوجستيات وتحقيق طفرة هائلة في منظومة كفاءة النقل واللوجستيات لخدمة المواطنين ومجتمع الاعمال منظومة التمويل ومواصلة طبعا تحقيق موضوع الشمول المالي وتيسير وتوزيع الحصول على الخدمات المختلفة واخيرا طبعا وليس اخيرا موضوع الحقيقة خصائص وتطوير خصائص السكان والاسرة المصرية لان طبعا دي مهمة جدا ويمكن الحمد لله جزء من نجاح البرنامج في المرحلة الاولى ان الدولة المصرية بالتوازي مع الجزء بتاع الاصلاح الاقتصادي كان بتقوم عمل برنامج قوي جدا للحماية الاجتماعية وده اللي خلى الحقيقة الحمد لله ما حصلش تأثيرات حد على الاسرة المصرية وبنستهدف يمكن التلات سنين القادمين ان احنا بننفذ برنامج طموح لتحقيق الحماية الاجتماعية وتحقيق التطوير للاسرة المصرية وهو الخاص بمشروع حياة كريمة او برنامج حياة كريمة لاطلقه فخامة الرئيس واللي ان شاء الله الدولة المصرية بتنفذه على مدار التلات سنوات القادمين بصورة مكسفة بهدف رفع مستوى اهالينا اللي موجودين في الريف المصري اللي بيمثلوا 58% من عدد سكان مصر لكن شيء مهم جدا الحكومة المصرية متبنية في خلال البرنامج بتاعها وهو تعزيز الاقتصاد الاخضر او الجرين ايكانومي وده موضوع مهم جدا نصب عيوننا من خلال تركيز في كل مشروعاتنا وفي كل الاستثمارات سواء العامة والخاصة على انشطة اقتصادية بتحقق موضوع خفض انبعاثات الكربون والتلوس وتعزيز كفاءة الطاقة والموارد الطبيعية الخاصة بمصر والحفاظ على التنوع البيولوجي وده موضوعات مهمة جدا النهاردة لم تعد طرف في زل جائحة كورونا الحقيقة دائما كل برامج الاصلاح الاقتصادي اللي بتعملها الدول او بتنفذها بتبقى شديدة صعوبة على المواطن والمواطن المصري الحقيقة تحمل فيه خلال المرحلة الاولى من الاصلاح الاقتصادي اعباء كبيرة جدا وزي ما قلت لولا البرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية الحقيقة هي دي اللي كانت مكنت الدولة المصرية من الصمود المرحلة القادمة احنا بنركز اكتر على الاستفادة من مكتسبات الاصلاح الاقتصادي في تعزيز مرة اخرى الحماية الاجتماعية واعطاء وجه اجتماعي وانساني اكبر لعملية الاصلاح وده الحقيقة حيتم من خلال ان الحكومة المصرية حتلتزم بتحقيق اصلاحات اقتصادية تراعي الجانب الانساني لان دائما هيبقى طبيعي اللي هيبقى احد اهم الاسئلة اللي ممكن تتبادر لزهن المواطن طب هو البرنامج او المرحلة الجديدة اللي انتوا هتطلقوها دي معناها انكم هتفردوا علينا اعباء مالية جديدة الاجابة لا احنا بنتكلم بالعلى على العكس الاجابة ان احنا ان البرنامج او المرحلة الجديدة من الاصلاحات الهيكلية بالعكس تماما احنا عايزين المواطن يشعر بثمار عملية الاصلاح الاقتصادي اللي تمت في المرحلة الاولى وبنركز ان الدولة النهاردة بتضخ السمارات ضخمة جدا في برامج بتحقق او بترفع من مستوى معيشة المواطن مصري في خلال المرحلة القادمة من خلال يعني مجموعة من البرامج اللي احنا النهاردة طبعا مستمرين في دعم السلع التموينية في خلال التلات سنوات القادمة مستمرين في برامج الحمال الاجتماعية زي مشروع تكافل وكرامة دي مستمرين فيها وكل برامج الدعم والمنح والحمال الاجتماعية المخصصات اللي احنا مقترحينها للتلات سنين القادمة قدام حضراتكم بارقامها كلها في تزايد في خلال المرحلة القادمة الدولة الحقيقة استطاعت بخلاف زي ما كنت قلت لحضراتكم موضوع الدعم التكافلي او الدعم النقدي من التكافل وكرامة البرنامج مستمر وفيه تزايد عشان ندخل او نزيد اعداد الاسر اللي حتستفيد منه ولكن ايضا دعمنا لسنديق المعاشات وفي اطار الاصلاح الكبير اللي امنا به لهذا القطاع المهم جدا الدولة المصرية ملتزمة من خلال القانون الجديد اللي طلع والبرنامج الاصلاح انها ملتزمة انها تضخ سنويا لسنديق المعاشات ارقام كبيرة جدا عشان تحقق السلامة الاجتماعية لهذه الفئة الكبيرة اللي بتزداد كل سنة لكن نيجي يمكن وبحب اختم كلمتي بالبرنامج اعتقد اللي هو الاهم على الاطلاق للدولة المصرية اللي يعني اطلقه في خامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وبدأت الدولة صحيح تتنفزه بصورة يعني استرشادية على مدار العامين الماضيين ولكن ان شاء الله اعتبارا من بدء العام المالي القادم في واحد سبعة القادم بننطلق فيه بقوة شديدة وهو برنامج مبادرة حياة كريمة واللي بنستهدف به تطوير الحياة للمواطنين المصريين 58 مليون مصري موجودين في 4658 قرية بالاضافة الى توابعه وبتكالي احنا بنتكلم على 175 مركز من المراكز بتمويل احنا كان المفروض ان البرنامج بدئين بصورة مبدئية ل500 مليار البرنامج فعليا حينتهي ان احنا حنتجاوز 600 مليار في تنفيزه يعني حيبقى متوسط كل سنة حيبقى حجم الانفاق في حدود 200 مليار جنيه لتطوير هذه القرى المصرية وده برنامج طموح جدا بدئين ب51 مركز حاليا بدأنا فيهم بالفعل يمكن انا عايز اقول لحضراتكم اذا كنا بنقول الاطلاق الرسمي او البدء الرسمي بصورة قوية هيبقى من 1 سبعة ولكن احنا فعليا منذ اعلان فخامة الرئيس عن هذا البرنامج في شهر يناير احنا بدأنا بالفعل وفعلا النهاردة 70% من القرى بدأ التنفيز على الارض فعلا والنهاردة بنتكلم على 51 مركز زي ما بقول لحضراتكم الموازنة الاستثمارية للمشروعات اللي فيهم حتى تجاوز المتين مليار جنيه عشان نقدر نطور 1376 قرية متوزعين على العشرين محافظة اللي احنا بنشتغل فيهم في 51 مركز الحقيقة دي كلها النهاردة يعني انا حبيت اقول هذه المقدمة قبل ما اترك المجال لزملاء المعالي الوزراء ان هم يكلموا حضراتكم بالتفصيل ولكن يمكن احنا كان عنوان برنامج هذه الحكومة يعني منذ حوالي 3 سنوات هو ان مصر تنطلق والحمد لله ان شاء الله احنا عندنا ثقة كبيرة جدا مع المؤشرات اللي احنا بنحققها وظروف وقدرة الاقتصاد المصري على الصمود في ظل ظروف شديدة القصوة شفنا دول كاملة بيتداع فيها الاقتصاد وبينهار نتيجة لهذه الظروف ولكن ربنا وفقنا وقدرنا ان احنا نصمد في هذه المرحلة وان الاقتصاد المصري صحيح تأثر ولكن ما زلنا بننمو بصورة مجابة ولكن المرحلة القادمة ان شاء الله هتشهد باذن الله تفرى في الاقتصاد المصري وده اللي احنا بنستهدفه اعتبارا من العام المالي القادم من خلال بدء تطبيق الاصلاحات الهيكلية اللي حترك لزملاء ان شاء الله ان هم يشرح لكم بالتفصيل شكرا نشكر دولة رئيس مجلس الوزراء على كلمته التي تؤكد ان مصر تخطو خطوات واسعة باطلاقها برنامج الاصلاحات الهيكلية والذي تتبناه الحكومة للمرة الاولى لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري وتنوعه وزيادة انتاجيته لتحقيق نمو شامل ومستدام فوراء هذه الاصلاحات جهود يترتب عليها التزامات كبيرة ستقوم بها الوزارات المختلفة بالعمل على الوفاء بها وعلى رأس هذه الوزارات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التي عملت على تصميم برنامج الاصلاحات الهيكلية بالشراكة مع باقي الوزارات ووضعت آليات التقييم والمتابعة لتنفيذ هذه الاصلاحات في اطار دورها في احداث تنمية اقتصادية حقيقية كلمة معالي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية معالي الوزيرة فضالي شكرا بسم الله الرحمن الرحيم دولة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي السادة الزملاء والزميلات من الوزراء والخبراء ممثلي القطاع الخاص ممثلي المجالس مجلس النواب والشيوخ ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية برحب حضراتكم جميعاً وكل سنة وحضراتكم طيبين ونسبة شهر رمضان المبارك وقرب حلول عيد القيامة المجيد اسمحوا لي أن أعرض على حضراتكم الرؤية الإجمالية لهذا البرنامج وزملائي وزميلاتي يبتدوا يعرضوا الجزء التفصيلي الخاص بكل وزارة برنامج الإصلاح الهيكلي طبعاً هذا البرنامج بيأتي أيضاً في إطار رؤية الدولة رؤية مصر عشرين ثلاثين زي ما تفضل دولة الرئيس إحنا النهاردة بنستهدف للمرة الأولى القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية وجذرية وهدفة بعد نجاح المرحلة الأولى من هذا البرنامج اللي هي كان الإصلاح المالي والنقدي اللي تم إطلاقه في 2016 إحنا بنتكلم نهاردة على الإصلاحات هيكلية لإيه؟ لأن إحنا محتاجين نحنا نزود مرونة الاقتصاد المصري محتاجين أن إحنا نرفع قدرة هذا الاقتصاد على أنه يمتص صدمات سواء كانت صدمات داخلية أو خارجية ومحتاجين أن إحنا نحول مصار الاقتصاد المصري أنه يكون اقتصاد إنتاج يتمتع بمزايا تنافسية كل ده هيساعد على إيه؟ هيساعد أن أنا يبقى عندي نمو اقتصادي مستدام ومتوازن مقدرش أنه يبقى قادر أنه يصمد فيه أمام كل الصدمات اللي ممكن تحسب إحنا النهاردة وإحنا بنتكلم على الإصلاح الهيكلي الحقيقة تم الاتفاق على ثلاث قطاعات رئيسية اللي هي بتقدر تقدر تعمل تغيير في هيكل الاقتصاد المصري بنتكلم على تغيير الوزن النسبي للهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري بالتركيز على ثلاث قطاعات أساسية قطاع الصناعة التحويلية قطاع الزراعة وقطاع الاتصالات التكنولوجيا المعلومات محتاجين أن نزود هذه القطاعات لها وزن نسبي معين في الناتج المحلي الإجمالي في حدود 26% نحن بناستهدف أن يزيد هذا الوزن النسبي للثلاث قطاعات دول في حدود من 30 إلى 35% في إطار الفترة متوسطة المدى لهذا البرنامج طيب اخترنا الثلاث قطاعات دول بناء على إيه؟ اخترنا الثلاث قطاعات دول أنهم أولاً لديهم قدرة عالية ونمو متسارع وزنهم النسبي في الناتج عالي وبالتالي كلما الوزن النسبي بتاعهم كان مرتفع كلما هم قدروا أنهم يحققوا نمو أكتر عندهم قدرة توظيفية عالية أنا محتاجة أن أنا أوفر فرص عمل وفرص عمل لائقة أكتر محتاجة أن أنا أعمل قطاعاتي عندها تشابك مع قطاعات أخرى وفي نفس الوقت أيضاً عندهم قيمة مضافة وقدرة تنفسية دولية الحاجة التانية لما بص النهاردة على الدول اللي حقق قفزات تنموية الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع اللي حققت قدر من القفزات التنموية كانت بتركز على حاجتين بشكل أساسي نسبة مساهمة قطاع الصناعة التحويلية من ناتج المحلي الإجمالي بيبقى عند هذه الدول في حدود 19 أو 19.5% والحاجة التانية حصة صادرات قطاع الاتصالات التكنولوجيا المعلومات من إجمالي الصادرات اللي هي بتصل أيضاً عند هذه الدول في حدود 15.7% فكان مهم جداً أننا النهاردة يبقى عندنا مجموعة من الأسس بنتحرك على أساسها أن أنا أزود نسبة مساهمة القطاعات الإنتاجية في هيكل الإقتصاد الماصري زي ما قلنا القطاع الصناعة والزراع والاتصالات في نفس الوقت داخل كل قطاع أنا بغير هيكل القطاع ده نفسه عشان أزود تنفسيته بزود الصادرات السلعية من إجمالي الصادرات ومش بس الصادرات السلعية بتزيد ولكن داخل الصادرات السلعية أنا بزود نسبة المكون التكنولوجيا أو ما يطلق عليه درجة الكمبليكسيتي بتاعت هذه الصادرات وطبعاً شيء مهم جداً عنصر العمل والإنتاجية بيبقى عامل مهم جداً فإحنا بيحتاجين إحنا نزود إنتاجية العمل ونحسن بيئة الأعمال عندي مجموعة من القطاعات هذه القطاعات طبعاً الأساسية دي بيبقى فيه عندي مجموعة من القطاعات الدولة والحكومة المصرية بتعمل عليها بشكل مستمر ودي بنقول عليها المحاور الداعمة للقطاعات الأساسية المحاور الداعمة دي هم محور عندي رفع كفاءة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني إحنا دولة فيها 100 مليون وبالتالي لاهتمام بسوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والمهني ده شيء مهم جداً طبعاً تحسين بيئة العمل وتنمية دور القطاع الخاص اللي هو شريك أساسي في عملية التنمية رفع كفاءة المؤسسات العامة بالتحول الرقمي والحوكمة وتعزيز الشمول المالي وإتاحة التمويل وطبعاً مما لا شك فيه زي ما تكلم دولة الرئيس الحماية الاجتماعية ورأس المال البشري ده مكون أساسي معنا في كل محاور التنمية طب إحنا المنهجية دي تمت بناء على إيه؟ كان فيه منهجية لبرنامج الإصلاح الدكتور رئيس مجلس الوزراء وجه بالبدء في وضع الأسس والمنهجية لهذا البرنامج من نوفمبر 2019 وطبعاً وفق كل نهج الدولة المصرية بتنتهجه في كل البرامج بتاعتها وفي كل خطتها دايماً كل الخطت وكل البرامج هي بتقوم على نهج تشاركي مع كل شركاء التنمية فكان عندنا عشر جلسات حوارية مع المعنيين والخبراء كان عندنا خمسين لقاء مفصل وان تو وان مع خبراء الصناعة والمتخصصين والأكاديميين تلقينا مجموعة كبيرة جداً من المقترحات من اتحاد الصناعات اتحاد الغرف التجارية مجالس الأعمال المختلفة طبعاً استعاننا مجموعة من المكاتب والخبرات الاستشارية زي ماكينزي وبين كونسولتنس أجرينا دراسات خدنا كل هذا الكلام وأجرينا دراسات في وحدة السياسات الاقتصادية لتحليل وضع الاقتصاد الكل نحدد فيه إيه هي مجالات الإصلاح إيه هي أهم من كده كمان أسبقية الإجراءات لأن احنا النهاردة عندنا إجراءات وخطة على المدى القصير والمدى المتوسط والمدى الطويل فكان مهم جداً أن احنا نحدد مجالات الإصلاح وأسبقية الإجراءات القطاعية بعد كده بعد ما اتفقنا على كل هذه الإجراءات والسياسات تم عقد أكتر من 20 لقاء مع الوزرات المعينية ببرنامج الإصلاحات وطبعاً مجموعة كثيرة من اللقاءات مع دولة رئيس مجلس الوزراء وبناء عليها حددنا أسبقية الإجراءات داخل القطاعات اللي هي لها أولوية وفقاً لمعيارين مهمين هما سهولة التنفيذ أن تكون عندنا القدرات ويكون عندنا درجة التعقيد تبقى أقل وفي نفس الوقت مستوى التأثير لأننا ممكن أخذ مجموعة من الإجراءات ولكنها تبقى تأثيرها بيأخذ بيستغرق وقت طويل فبالتالي كان درجة تأثير هذه الإجراءات من العوامل المحددة لأسبقية هذه الإجراءات بعد كده تكلمنا طلع عندنا مجموعة من الإصلاحات هي إصلاحات محددة قابلة للقياس والتقييم سواء كان تقييم كمي أو تقييم نوعي حددنا فيها الجهات المنوطة بتنفيذ الإصلاحات سواء على مستوى الوزارات المعنية حتى كمان اهتمينا بأن تكون هذه الإصلاحات تم توطنها على مستوى المحافظات المختلفة ثم حددنا المدى الزمني بدقة لتحقيق هذه المستهدفات عندي مجموعة من الإصلاحات بتتم على المدى القصير أخذنا له 18 شهر والمدى المتوسط وفي مجموعة أخرى من الإصلاحات بتتم على مدى الخمس سنوات وبكده طلع عندنا اتفقنا على ست محاور للإصلاح عندي تقريباً 32 سياسة وهدف عندي 88 إصلاح حيكي إجرائي في منهم جزء إجرائي وفي منهم مؤسسي وفي منهم تشريعي لهم أولوية من 310 إصلاح اللي احنا مستهدفينهم وطبعاً اتأكدنا أن يتم توطين كل هذه الأهداف على مستوى محافظات الجمهورية لما ببدأ بالقطاع الأول قطاع الصناعة وطبعاً احنا مستهدفين رفع معادلات الاستثمار في قطاع الصناعة تحويلية بشكل مستدام وأن أنا أزود نصيبه من ناتج المحلي الإجمالي بنستهدف طبعاً توطين وتعميق الصناعة ونمو سلاسل التوريد المحلية وأن أنا أعمق التشابكات اللي بتحصل بنتكلم على اندماج في مراحل أعلى مراحل أعلى من سلاسل القيمة يعني مراحل لها مكون تكنولوجي أعلى على المستوى الإقليمي وطبعاً جزء الصادرات النهاردة أن أنا أبقى بعمل نهود بالصادرات الصناعية وزيادة قدرتها الصناعة التنفسية تم الاتفاق على استهداف مجموعة من الصناعات من خلال أن أنا بهيئ سلاسل القيمة من قبل الدولة وبنكتذب الليد أنكر إمباستر في تلك الصناعات مع شراكات دولية وطبعاً اتفقنا على مجموعة من الصناعات اللي لها أولوية اللي هي لها مزايا تنفسية اللي هي صناعات موجهة للتصدير لها علاقات تشابكية قوية وبتعتمد على المعرفة والنوهاو بعد كده نتكلم على النهاردة برضو بنبص شيء مهم جداً أننا عندنا نسبة صدرات المنتجات مرتفعة التكنولوجيا إلى إجمال الصدرات هذا مكون هام جداً لأننا نهاردة حصل عندنا الحقيقة تحسن في نسبة المنتجات مرتفعة القيمة التكنولوجية إلا أننا بنحتاج استدامة هذه الجهود وزيادة نسبتها هذا التشارت بيبين المعلومات اللي فيه بتبين الصدرات اللي فيه قد إيه عندي نسبة منتجات أولية قد إيه عندي منتجات منخفط القيمة التكنولوجية قد إيه عندي منتجات مرتفعة القيمة التكنولوجية وقد إيه عندي منتجات متوسطة القيمة التكنولوجية وموارد أولية وبالتالي نحن النهاردة زي ما حاكموا شايفين نحن نسبة المكونات مرتفعة التكنولوجيا أخذ في التحسن على مدى السنوات الماضية وده شيء جيد جدا ولكن محتاجين نحن نرفع هذه النسبة ونرفع أيضا نسبة المكونات مرتفعة التكنولوجيا الشيء الثاني أيضا أنه أسواق الصدرات نحن النهاردة أيضا جاري مراجعة كل اتفاقيات التبادل التجاري بين مصر والعديد من الدول لربط السياسة التصنيعية بالسياسات التجارية وبالأخص مع الدول الأفريقية باعتبارها سوء واعد للمنتجات المصرية الشيء الثاني أن نحن النهاردة قطاع مهم جدا وده يعني زميلتي معي وزير التجارة وصناعة تتكلم عليه طبعا بشكل أكثر تفصيل مشاركة قطاع المشروعات الصغيرة المتوسطة وخاصة بعدما الحكومة المصرية أطلقت القانون الجديد وأطلقت الليحة التنفيذية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو قطاع عندي مليون وسبعمائة مليون منشأة عندي خمسة تقريبا ستة مليون مشتغل فيه وفي نفس الوقت هو نسبته من الصدرات عشر في المية وإحنا مستهدفين زيادته إلى عشرين في المية فأنا مستهدفاتي لهذا القطاع أنا النهاردة بتكلم على قطاع نسبته من الناتج حداشر وسبعة في المية أنا مستهدفة أنه يزيد لخمستاشر في المية مستهدفة أنه يزيد نسبة المشتغلين في هذا القطاع من 12 ونص في المية إلى من 18 وعشرين وده معناه أنه سيوفر لي من ربعمائة إلى ربعمائة وستين ألف فرصة عمل جديدة سنويا ليه إحنا بنركز على قطاع الصناعة؟ ليه إحنا بنتكلم النهاردة إحنا عايزين فرص عمل وفرص عمل لائقة فبالتالي بنعول على هذا القطاع بشكل كبير زيادة معدلات التوظيف بالمشروعات الصغيرة متوسطة من 51% إلى 61% زيادة نصيب الصدرات ذات المكون التكنولوجي المرتفع من 3% عايزينها تزيد 20% كل سنة عن هذه النسبة وزيادة نصيب الصدرات ذات المكون المتوسط التكنولوجي المتوسط هي قراري نسبتها عالية 31% فإحنا مستهدفين أيضا أنه نزودها 10% وزيادة طبعا صدرات السلع الصناعية كنسبة من إجمال الصدرات بنسبة 15% القطاع الثاني ألهام هو قطاع الزراعة ويمكن الحقيقة قطاع الزراعة وزي ما كان بيتكلم دولة الرئيس إحنا لأول مرة الحكومة منذ سنوات طويلة بتستهدف قطاع الزراعة في أولوياتها وده شيء مهم جدا طبعا لأنه هذا القطاع إحنا بنتكلم على زيادة أهدافنا فيه زيادة انتاجية القطاع وتحسين تنفسيته بنتكلم على تحقيق الأمن الغذائي والأمن المائي نتكلم على زيادة صدرات الزراعية اللي الحقيقة الحمد لله حصل لها طفرة كبيرة جدا خلال فترة الجائحة وزي ما بنقول يعني مرحلة الجائحة دي كانت فرصة كبيرة جدا استغلتها الدولة المصرية والحكومة أن هي تقدر تحسن فيها وتصلح من أمور كثيرة جدا ففي زيادة كبيرة جدا في نسبة الصدرات الزراعية استغلناها لوصول الصدرات الزراعية والفواكه بشكل أساسي إلى أسواق مختلفة وطبعا مش بس إحنا بنركز على الزراعات ولا أصحاب المزارع الكبرى ولكن إحنا بنتكلم وفيه تركيز في هذه الخطة على الصغار المزارعين وتحسين متوسطات الدخل لصغار المزارعين الخطة بتستهدف طبعا إمفاذ اتفاقات الزراعات التعقدية ومعادي وزير الزراعة يشرح الكلام ده تفصيلا بنتكلم على إنشاء مجمعات مراكز لوجستية سنتر هبز عشان تحل مشاكل التسويق والتصدير نتكلم على تعظيم القيمة النقدية للمتر المكعب من المياه وده النهاردة الحقيقة بيساعد بشكل كبير جدا كل الخطط اللي الدولة بتعملها عشان وفر في المياه وعشان خاطر منظومة الحيازات الزراعية الجديدة والحقيقة في نفس الوقت أيضا بما إن هذه الخطة مش بس بتتكلم على سياسات وإجراءات ولكن أيضا بنتكلم على تعديلات تشريعية لها أولوية فإحنا بنتكلم أيضا على قانون الزراعة الذي لم يحدث من سنة 66 ده أيضا في خطة التطوير وأيضا قانون مهم جدا وهو قانون التعاونيات لدور التعاونيات الهم جدا في مجال الزراعة فإحنا النهاردة مستهدفين زيادة نصيب قطاع الزراعة من 11% إلى 12% بنتكلم على زيادة في الانتاجية بنسبة 30% بنتكلم على زيادة 430 إلى 530 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2024 عايزين نضاعف حصة قطاع الزراعة في الصدرات هي وصلت الحمد لله زادت وصلت إلى 17% ولكن إحنا مستهدفين أنها تصل إلى 25% والحقيقة عندنا كل المقاومات التي توصلنا إلى هذا وأيضا ده سيساعد في تحسين ترتيب مصر في مؤشر الأمن الغذائي والعالمي من المرتبة 60 إلى المرتبة 50 من بين 113 دولة قطاع الثالث الهم هو قطاع الصلاة التكنولوجيا المعلومات وطبعا أهدفنا وسياساتنا في هذا القطاع يعني زي ما حاكم شفتوا برضو بنؤكد على أن الجائحة كانت فرصة هامة جدا لهذا القطاع أنه يحصل تسريع وتعجيل في دولة مصرية حطت استثمارات كثيرة جدا جدا في هذا القطاع مضاعفة الاستثمارات بشكل كبير جدا في السنوات الماضية من أجل تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات التكنولوجيا المعلومات من أجل رفع كفاءة المرافق الخدمة بالدولة لاستخدام نظم الاتصالات الحديثة زيادة حصة المنتجات الإلكترونية والأجهزة التكنولوجية من إجمال المنتجات وزيادة معدل نشر خدمات الاتصالات بجودة أعلى في المناطق النائية ومنخفضة الكثافة السكانية بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من تقنيات هذا القطاع نتكلم النهاردة على الثورة الصناعية الرابعة فتعظيم الاستفادة من هذا القطاع في مختلف القطاعات الأخرى اللي هي الصناعة والسياحة والتجارة التجزيع ليه كمان لاهتمام بهذا القطاع؟ لأن زي ما حكوا عارفين النهاردة العالم كله بيتكلم على وظائف جديدة نتكلم على وظائف المستقبل نتكلم على وظائف مرتبطة بروبوتات وظائف مرتبطة بالبيانات الضخمة بأنظمة الدكاء الاصطناعي بالطباعة ثلاثية الأبعاد بالعملات الرقمية نتكلم على وظائف بعد الجائحة أيضا خلت أن في بعض الوظائف قد تندثر وبالتالي ده كله بيتطلب تعزيز مهارات كلها لوظائف المستقبل خاصة بمهارات رقمية وبحث وتطوير وتفكير منطقي ونقدي وإبداع وتقنية معلومات فعندنا مجموعة من المستهدفات لهذا القطاع نتكلم على زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 2% إلى 5% نتكلم على الحفاظ على معدلات مرتفعة للقطاع مستدامة هي من أنها تبدأ المستدامة في حدود 16 إلى 17% نتكلم على زيادة أعداد المتدربين في البرامج التي تقدمها وزارة الاتصالات تكنولوجيا المعلومات إلى من 20 إلى 25% وبنحاج 140 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2024 نتكلم على زيادة مضاعفة الشركات النشأة في هذا القطاع نحتاج أن نزود عدد الشركات النشأة ألف شركة سنوياً من 10 إلى 15% هذا سيساعدنا في مضاعفة صادرات قطاع للتصالات تكنولوجيا المعلومات وبالذات الصادرات الخدمية الصادرات الخدمية الفترة الأخيرة مصر أيضاً حققت فيها طفرة جيدة ولكن محتاجين أن نزود الصادرات الخدمية لتصل إلى 8 مليار دولار وده طبعاً هيساعد على تحسين ترتيب مصر طبقاً لمؤشر التعقيد التكنولوجي يعني المكون التكنولوجي وفقاً لمؤشر أكسفرد من المرتبة 55 إلى المرتبة 45 عندي بالإضافة إلى المحاور الأساسية عندي مجموعة من المحاور الدعامة زي ما قلت لحضراتكم دي محاور الحكومة المصرية شغالة عليها بشكل مستمر ويمكن داخل كل محور من هذه المحاور في أكتر من 100 إجراء وإصلاح ولكن أنا هقول بس الهايلايتس بتاعتها وبعد كده طبعاً ممكن في فرص أخرى نبقى بنتكلم عليها تفصيلاً لما أجي للمحور الأول وهو محور هام جداً اللي هو المحور المرتبط بكفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني إحنا دولة فيها 100 مليون عندنا نسبة كبيرة جداً من الشباب وبالتالي تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني بيساعد بشكل كبير جداً في تحسين مستوى إنتاجية العمل النهاردة عشان أحسن الإنتاجية أنا محتاجة النهاردة أن تكون عندي منظومة متكاملة طبعاً دور القطاع الخاص في هذه المنظومة دور أساسي وبيتم كل التطوير في هذه المنظومة بيتم بشراكة مع القطاع الخاص محتاجين أيضاً إحنا أيضاً عندنا مستهدفات لدعم وتمكين المرأة والشباب ودوي المهارات الخاصة في هذه الخطة إحنا النهاردة معدلات البطالة بتنخفض أول مرة بتصل إلى هذا المستوى منذ أكتر من عشرين عام ما وصلناش إلى هذه المستويات المخافضة ولكن إحنا بنشتغل بشكل أساسي على خفض نسبة المتعطلين من أصحاب المؤهلات العليا على خفض نسبة المتعطلين من الإناث وخفض المتعطلين من الشباب في الفئة العمرية من 15 إلى 29 عام المنظومة الحقيقة فيها تفاصيل كثيرة جداً أنا أقول يمكن أهم ما فيها أن إحنا النهاردة بنتكلم على طبعاً إنشاء الهيئة التفعيل إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد الفني اللي تم موافقة مجلس الوزراء عليها إحنا في كل إجراء من هذه الإجراءات زي ما حكوا هتشوفوا هتلاقي فيه جهة مسؤولة وعندي المدى الزمني اللي بنحقق فيه هذه السياسة أو هذا الإجراء بنتكلم النهاردة على استهداف رفع عدد المنظمين للتعليم الفني من المرحلة الإعدادية من 55% النسبة الحالية إلى 60-70% مستهدفة خلال الأعوام القادمة وده طبعاً هيتم من خلال إيه؟ هيتم من خلال المنظومة الجديدة اللي هتبقى جذابة إلى الشباب دول إنه هم يخشوا في هذه المنظومة نتكلم النهاردة لأول مرة هيكون عندنا في منظومة التدريب المهني ما يطلق عليه الساكتر سكيل كونسل كل ساكتر وكل قطاع هيكون فيه مجموعة من المهارات الفنية وفقاً لما يعرف بالناشنل كواليفيكيشن ستاندرد أو المعايير الدولية والمعايير متعرف عليها طبقاً للمهارات المطلوبة من كل قطاع هيكون فيه مراكز للجدرات القطاعية فيه مدارس مختارة من مدارس اللي بتتم بالتعاون مع القطاع الخاص نتكلم أيضاً على إنشاء منظومة لأول مرة هيكون عندنا منظومة في وزارة التخطيط لمنظومة سوق العمل بتضم كافة المعلومات الموجودة عن سوق العمل مشكلاته وفرص التوظف المتاحة من أجل إننا أتدخل في سوق العمل نفسه وفي نوع الفرص العمل وفي محددات البطالة اللي بتتم بنتكلم على طبعاً دعم تمكين المرأة لاستمرار جهود الدولة في دعم تمكين المرأة وتعزيز جهدها في تولي المناصب القيادية وطبعاً وفقاً للتكليف السيد الرئيس الأخير للمجلس القومي للمرأة ووزارة التخطيط نحن نهاردة بنستهدف تدريب خمسين ألف سيدة ما بين الأكاديمية الغطانية للتدريب والمعهد القومي للحوكمة العام القادم لتؤهل إنها تكون في مجالس إدارات الشركات وفي المراكز القيادية نتكلم أيضاً على طبعاً توفير خدمات رعاية الأطفال في مناطق العامة نحن مستهدفين 30% زيادة كل عام لأن هذا سيساعد بشكل كبير جداً في دعم تمكين المرأة وأيضاً تعميم مدونة سلوك التحرش الجنسي اللي تم اعتمادها من هيئة الرقابة المالية والمجلس القومي للمرأة يتم تعميمها جاري دراسة تعميمها على كل مؤسسات الدولة المصرية المحور الثاني وهو محور أيضاً هام وأنا برضو هتكلم فيه على الهايلايت ده محور اللي بنتكلم فيه على تحسين بيئة العمل وتعزيز دور القطاع الخاص وفي مجموعة من السياسات زي ما حضراتكو شايفين خلق بيئة داعمة للمنافسة طبعاً نقطة مهمة جداً كان دايماً بنتكلم على حركة التجارة عبر الحدود التطور اللي حصل فيها واللي مستمر الفترات القادمة النهاردة دور شراكة القطاع الخاص فيه قطاع مهم جداً زي قطاع النقل والدعم التحول للاقتصاد الأخضر والمستدام النهاردة بنتكلم على طبعاً خلق بيئة داعمة للمنافسة بنتكلم على النهاردة الحكومة بتطرح إن شاء الله قبل نهاية هذا العام مجموعة متنوعة من الشركات للقطاع الخاص في البورصة المصرية لتوسيع قاعدة الملكية بنتكلم أيضاً على تفسيط وميكانة إجراءات الإفراج الجمركي نظم المعلومات المسبق الدفع دا كان طلب ملح دايماً من أصحاب الأعمال العمل النهاردة بنظام إدارة تحليل المخاطر على الواردات بنتكلم النهاردة على أيضاً تطبيق نظام الإفراج بالمصاري الأخضر ويمكن معالي وزير المالية لما يعني شرف هيحضر يتكلم على كل هذه الأمور بالتفصيل بنتكلم النهاردة على أيضاً إشراق قطاع الخاص في تفعيل قانون 2018 إشراق قطاع الخاص في منظومة النقل وتقديم خدمات النقل الأمور الأخرى طبعاً نحن أيضاً ومع هيئة الاستثمار الحقيقة نتكلم على نشر وتعميم الأدلة الخاصة بكل القوانين واللواقح الخاصة بالاستثمار من خلال وحدة إرادة بالشراكة مع الهيئة العامة للاستثمار هيكون في كل الأدلة الخاصة بالقوانين والأدلة الخاصة بمناخ الأعمال موجودة بشكل تفصيلي ومبسط على كل المواقع وهيتم أيضاً تقييم أثر التشريعات والقرارات ذات التأثير المسبق على نشاط الأعمال بالنسبة للمحور الهام اللي تفضل بعرضه دولة الرئيس وهو دعم التحول للإقتصاد الأخضر والمحافظة على الموارد كان دايماً المجتمعات والحكومات بتنظر للتحول للإقتصاد الأخضر عنه مكلف حقيقة ده النهاردة مزاياه وأثاره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية عالية جداً وبالتالي احنا النهاردة بالتعاون مع وزارة البيئة أطلقنا والحكومة المصرية أطلقت أول دليل لمعايير الاستدامة البيئية على مستوى الحكومة المصرية بالنسبة لمشروعات العامة بيتم تعاملهم النهاردة على مستوى القطاع الخاص أيضاً بيتم دراسة تطبيق معايير ترشيد الطاقة في العمليات الإنتاجية في الصناعة كثيفة الاستهلاك وبحيث أن هذه المشروعات تحصل على شهادة الأيزو 50000 وطبعاً وزارة البيئة معي وزارة البيئة شغالة على اعداد الاستراتيجية الوطنية للعمل المناخي وتكثيف الجهود الوطنية لتعزيز هذا المجال من قبل المجلس الوطني للتغيرات المناخية طبعاً من ضمن التشريعات المهمة جداً واللي بتساعد مجال الأعمال هو مراجعة قانون ضمان حقوق الملكية الفكرية بما يتوافق مع المعايير العالمية لتشجيع تطوير كل المنتجات وحماية رواد الأعمال والمستهلكين المصريين المحور الثالث الداعم وأنا هنا طبعاً هتجي بقى أتكلم بسرعة عشان الوقت وأدي فرصة أكتر للزملائي إنهم يتكلموا إحنا بنتكلم طبعاً رفع كفاءة المؤسسات العامة من خلال تحاول رقمي وحوكمة زميلي وزير الاتصالات ووزير قطاع الأعمال هيتكلموا طبعاً بشكل أكثر تفصيلي عن حوكمة أداء الشركات المملوكة للدولة لكن إحنا طبعاً بنستهدف أيضاً وجود مجموعة من المؤشرات الخاصة بالوحدات المحافظات إن أنا يبقى عندي النهاردة مؤشر تنفسية خاصة على مستوى المحافظات هيتم الانتهاء منه هذا العام بنتكلم على أيضاً مؤشر تنفسية المحلية بنتكلم أيضاً على وضع استراتيجية لتطوير الربط المعلوماتي بنتكلم على حوكمة أداء الشركات المملوكة للدولة زي ما قلت المعالي وزير القطاع الأعمال هيتكلم عليه بشكل أكثر تفصيل في مجال الشمول المالي والتحول الإتاحة التمويل وهذا طبعاً محور داعم هام جداً بنتكلم على طبعاً تسريع وطيرة الشمول المالي سواء من قبل وزارة المالية البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية تنشيط سوق المال والبنك المركزي والهيئة الرقابة المالية بيستمروا في ضخ من أموال لتنشيط سوق المال بالإضافة طبعاً إلى برنامج التروحات اللي الحكومة المصرية هتبقى تطرح مجموعة متنوعة من هذه الشركات في نهاية هذا العام وطبعاً عندنا الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي اللي البنك المركزي بيقودها بالتعاون مع مجموعة من الوزارات منها وزارة المالية ووزارة التخطيط وهيئة الرقابة المالية احنا النهارة طبعاً بتكلم على التفعيل البدء في تطبيق نشاط التمويل مجموعة كبيرة بقى من الأنشطة الخاصة بالشمول المالي زي مش هطيل على حضراتكم الانشورنس الكونسيمر فاينانس والنانو فاينانس مجموعة كبيرة من بالإضافة إلى طبعاً تنشيط سوق المال المبادرة البنك المركزي لدعم البورصة المصرية المحور الأخير كمحور من المحاور الداعمة وده محور مرتبط طبعاً برفع كفاءة الخدمات الصحية تفعيل استراتيجية تنمية الأسرة واستكمال جهود تخطية مضلة الحماية الاجتماعية وده طبعاً استكمال لكل الجهود للدولة والحكومة المصرية قامت بيها الأعوام الماضية ولكن يمكن هقول حاجة سريعة على استراتيجية اللي هامة وهي استراتيجية تنمية الأسرة المصرية وده اللي بختتم فيه إن احنا النهاردة بنتكلم على استراتيجية طموحة جداً كل جهود دي الحقيقة مش هنقدر إن احنا نحققها من غير ضبط معدلات النمو السكاني وإحنا هنا بنتكلم على مش بس ضبط معدلات النمو السكاني ولكن بنتكلم على أيضاً ارتقاء بخصائص السكان من خلال هذا المحور ارتقاء بخصائص السكان من حيث الصحة من حيث التعليم، من حيث الثقافة، من حيث التدريب، من حيث الاهتمام بالأنشطة الشبابية الاستراتيجية أيما على مجموعة من المحاور محور هام فيها هو التمكين الاقتصادي للمرأة لأن ده محور مهم جدا محور تاني هو محور التدخل الخدمي اللي بيتاح كل الخدمات الخاصة بتنظيم النسل بالمجان الجميع محور هام وهو محور التدخل الثقافي والتوعوي ومحور التحول الرقمي ما يكنت كل المنظومة الخاصة بتنمية الأسرة بالإضافة إلى بعض التشريعات الهامة جدا اللي احنا محتاجين نأكد عليها لدعم تنمية الأسرة المصرية زي تغليز عقوبة عمالة الأطفال وعدم تسجيل الموليد وزواج القصرات ختاماً احنا النهاردة كل هذه الخطة بتحتاج طبعاً متابعة أداء وبرنامج لهذا البرنامج فاحنا عندنا آلية في لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء واحنا بنشرف ان احنا مقررين لهذه اللجنة دي لجنة عليا احنا طبعاً عندنا مجموعة كبيرة من مؤشرات سواء كانت مؤشرات كمية أو مؤشرات كيفية عندنا مجموعة من اللجان التيسيرية وفقاً لكل محور من هذه المحاور كل وزير مسؤول بيقود هذه اللجنة التيسيرية بحيث ان احنا نقدر بشكل مستمري عندنا تقييم أداء ممكن في فترة من الفترات احنا النهاردة هذه الخطة كلها هي خطة ديناميكية في فترة من الفترات ممكن نغير بعض المستهدفات او ممكن تطرق علينا مستهدفات محتاجين ان احنا نطورها بشكل أفضل فدي كلها رؤية متكاملة وبشرف اننا يعني مقرر لهذه اللجنة مع زملائي من المزراء والوزيرات وتحت اشراف دولة رئيس مجلس وزراء بشكركم جميعاً على حسن الاستماع شكراً نشكر معالي وزيرة التخطيط والتي قادت العمل خلال الأشهر الماضية في تصميم هذا البرنامج هي وفريق العمل بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لعل أبرز ما يميز مستهدفات برنامج الإصلاحات الهيكلية في قطاع الصناعة أنه لا يستهدف فقط زيادة الأنشطة الصناعية أو الصادرات في هذا القطاع بل يسعى برنامج الإصلاحات الهيكلية لتحديث القطاع بالكامل ليصبح مواكباً للمتغيرات العالمية وقادراً على المنافسة ومتكاملاً مع سلسلة القيمة العالمية ومحققاً عائداً مباشراً على مصلحة المواطن ندعو الآن وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية لاستعراض مستهدفات برنامج الإصلاحات الهيكلية في قطاع الصناعة معالي الوزيرة كلمة لخضرتك شكراً دولة رئيس مجلس الوزراء السيدة الوزراء السيدة ممثلة مجلس النواب ومجلس الشيوك ممثلة المجتمع المدني والشركات الخارجية الدولية أنا هتكلم على الأهداف الاستراتيجية لقطاع الصناعة وأنا هنا عايزة أوضح أن الدولة بتنظر للإصلاح الاقتصادي لقطاع الصناعة بشكل مختلف يختلف عن أي برنامج حكومي سابق كان في السابق سانع القرار الاقتصادي عادة بيستهدف زيادة معدلات النشاط الصناعي أو الصدرات الصناعية وليس تحديث وتنظيم المنظومة ذاتها نحن النهاردة بنهدف لتحديث القطاع الصناعي بحيث يكون قادر على توطين وتعميق الصناعة بشكل يحفز نموه وسلاسل التوليد وتعميق التشابقات بالقطاعات أنه يكون واكب للمتغيرات العالمية أنه يكون قادر على توليد قيمة مضافة أكبر قادر على الاندماج الأعلى في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية والمنافسة في الأسواق الدولية بالإضافة أنه نوفر قطاع يكون دعم للمصنع المصري صاحب المشروع الصغير والمتوسط ومتنهي الصغر يوفر فرص حقيقية لأصحاب المشروعات الكبرى من المصنعين الوطنيين والدوليين على حد سواء وبالتالي يحافظ على حقوق الأجيال القادمة من خلال تبني التقنيات صديقة البيئة الخضراء في الانتاج وفي نفس الوقت نحاول أنه يبقى عندنا قطاع رسمي منظم قادر على النمو والتطور الأهداف الاستراتيجية لقطاع الصناعة كان الهدف منها أن نعكس جهود الإصلاح على المواطن ليس فقط على صاحب المنشأة أو المشروع الصناعي لكن كان لنا غرض أن يشعر بها المستهلك للسلعة الصناعية التي ستكون أعلى جودة وأقل تكلفة وكذلك العاملين في المنشآت الصناعية التي توفر عائد أعلى وظروف عمل أفضل يترتب على ذلك أن الصادرات المصرية تتسم بالنهزات قيمة مضافة أعلى متضمنة لمكونا تكنولوجيا أكبر تدر عائد أكبر على المصنع والمصدر وعلى العامل وعلى المجتمع في نفس الوقت تحد من الاعتماد على تصدير المواد الأولية التي تهدر الموارد ونعتمد على الاعتماد على الصادرات منخفضة المكون التكنولوجي التي تدر عائدا ضعيفا وهو الأمر الذي استمر للأسف لعقود طويلة لذلك فنحن حينما نتحدث عن القيام بالإصلاح الهيكلي لقطاع الصناعة والتجارة الوطنية فنحن نهدف لبناء منظومة حديثة للصناعة المصرية أكثر حداثة وكفاءة تتيح الفرص المتكافأة لكل مصري ومصرية اسمحوا لي هنا هستعرض بعض السياسات والإجراءات المقابلة لتحقيق هذه السياسات مراجعة تكاليف الصناعة الاستثمارية والتشغيلية وده لدينا أكثر من إجراء فيها منها مراجعة كافة الأعباء الحكومية على قطاع الصناعة بصفة دورية واللي بتأثر على تكلفة الإنتاج وده بنشتغله طبعا مع كثير من الوزرات أهمهم طبعا وزارة المالية وطبعا مع مجلس الوزراء نحن بنشتغل على خفض تكلفة التوميل الناتجة عن رد ضريبة القيمة المضافة والجمارك الدرو باك على متخلات الإنتاج عند إتمام التصدير كل ده علشان نضمن الاستفادة من هذه الأنظمة لتشجيع الصادرات الصناعية وده بيتم بالتنصيق طبعا ما بيننا وبين وزارة المالية فيه إجراء مهم جدا بنشتغل عليه للمرحلة دي وهو حكمة منظومة استغلال الأراضي للوصول لأفضل آلية ممكنة للاعتمد عليها ونتيح لإستغلال الأمثل للأراضي الصناعية بشكلنا الكامل وهذه الإجراء بالأخص دولة رئيس مجلس الوزراء مشكل لجنة لمراجعة جميع الأراضي اللي تم تخصيصها للصناعة بحيث أننا نتأكد فعلا من أنها تستخدم الاستخدام الأمثل وعملين مراجعة بحيث أننا الأراضي التي لم يتم استخدامها لاستخدام الأمثل هتم تخصيص الإجراءات اللازمة لها على الجانب الآخر في موضوع الأراضي لدينا محور الدولة تشتغل عليه وهو محور المجمعات الصناعية أننا بديل عن إتاحة الأرض وأنه هو صاحب المصنع يقوم بإنشاء المصنع نحن نتيح مجمعات صناعية مش مجرد أنها مجمعات صناعية صغيرة أو متوسطة فقط ولكن نحن بنشتغل على منظومة مجمعات على مستوى الجمهورية وتغطي جميع المحافظات المحور الآخر نحن بنسعى لتوفير سوق مناسب وتحفيز الطلب الداخلي والخارجي المجهة للتصدير ابتدينا أن نعظم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية زي ما معالي وزيرة التخطيط دكتورة هالة نوهد أننا فيه لجنة مشكلة لمراجعة الاتفاقيات التجارية اللي مصر وقعت عليها علشان نربط ما بين السياسات التجارية والسياسات التصناعية لاستهداف أسواق معينة والاستفادة من الفرص الموجودة بيها والاندماج في سلاسل القيمة العالمية الجزء الآخر الإجراء الآخر بنشتغل عليه أن نربط كافة الحوافز بنسبة القيمة المضافة الحقيقية من أهم هذه الحوافز هو حوافز دعم الصادرات وأنا موضوع دعم الصادرات تم دراسة برنامج لمدة ثلاث سنوات اختصينا بتوجهات الدولة أنه يتم التوجيه لدعم الصناعات بعينها على سبيل المثال صناعة الصيارات بعض الأحيان صناعة التوجه للسوق الأفريقي فإحنا بنزود الدعم الموجه للصادرات الأفريقية على الجزء الآخر زيادة نسبة الدعم الموجه لتكلفة الشحن علشان نخلي المنتج المصري له قيمة منافسة فإحنا موضوع دعم الصادرات بنشتغل عليه بشكل أشمل وإن شاء الله في القريب العاجل يعني في خلال أسبوع أو عشرة يام إحنا هيتم إطلاق برنامج دعم الصادرات لمدة ثلاث سنوات والموجه لجميع المنتجات المصرية بنشتغل كمان على تطوير البنية التحتية للجودة من مؤسسات مواصفات قياسية، جهات مطابقة، معامل اختبارات والرقابة على جودة المنتجات الموجهة للأسواق المحلية والتصديرية بنشتغل على استهداف القطاعات الصناعية زي ما معالي الوزيرة نوهت إحنا اتفقنا أن نشتغل على أكتر من صناعة وهي يكون لها الأولوية منها الصناعات الهندسية تشمل صناعة السيارات والسلعة المعمرة الصناعات الغذائية صناعة الغازل والنسيج الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل في نفس السياق نشتغل على إقامة تجمعات صناعية وده بيتيح مزايا كثيرة جدا منها تحقيق وفرات من المدخلات الصناعية تحقيق حجم أمسل لاستخدام الألات والتقاط الانتاجية لمجهة الطلبات كبيرة الحج زيادة التخصص تقسيم العمل مما يحسن كفاءة الانتاج تشجيع تبادل الخبرات والأفكار والمعلومات بما يحسن من جودة المنتجات ويؤدي لزيادة الأرباح السوقية ورفع القدرة التنفسية نتيجة تكامل الأنشطة عندنا أكبر دليل على الكلافسر أو التجمعات الصناعية المجمع الربيكي لصناعة الجلود هو في المرحلة الأولى كان بيشتغل على الدباغة ولكن إحنا بصدد إقامة منطقة صناعية ملاصقة له عبارة عن نية مصنع مركز تدريب مركز تكنولوجي سبعين ورشة معرض للمنتجات محلات لبيع المستلزمات للإنتاج على أساس أن نخلق تجمع صناعي متكامل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإحنا هنا أنا أريد أن نوح لشيء مهم جداً اللي هو إصدار اللايحة التنفيذية الخاصة بالقانون اللي تم الموافقة عليه في الفصل التشريع السابق تم إصدار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر العام الماضي اشتغلنا على اللايحة التنفيذية وتم إصدارها بتصديق من مجلس الوزراء تم إطلاقها يوم 5 إبريل هذا القانون وهذه الحوافز ستساعد في دعم وتنمية هذا القطاع بشكل شامل معالي الوزيرة نوهت في العرض لما يستحوزه هذا القطاع وأهميته في توفير فرص العمل أننا نريد أن نزود الصادرات في المشروعات الصغيرة أننا نوصلها من 10 إلى 20 بإقرار هذا القانون وأننا نجد تنفيذ اللايحة التنفيذية بتاعته وإحنا حنقدر نصل إلى النسب معالي الوزيرة قالت أننا نستهدفينها وجايز كمان أكثر لأن كثير من الحوافز في اللايحة التنفيذية أهمها أنه هو بيتكلم على إجراءات يتم العمل بيها لدمج القطاع الغير رسمي في القطاع الرسمي على مدار سنوات الدولة كانت هناك مبادرات أنها تجمج القطاع الغير رسمي في قطاع الرسمي ولكن مبادرات ما كانتش بتقتي بالنتاج التي نحن كدولة أو كحكومة بنطمح فيها ولكن بتفعيل اللايحة التنفيذية لهذا القانون حنقدر أننا نعمل دمج للقطاع الغير رسمي في قطاع الرسمي من خلال عدة أليات فيه أليا للتوفيق الأوضاع نحن ممكن نتيح له الترقيص لمدة قد تصل إلى خمس سنوات لغاية لما يوفق وضعه على الجنب الآخر وده شيء بيهم أصحاب دايما المشروعات وهو المعاملات الضريبية نحن قدرنا بالتنصيق مع معالي وزير المالية أن نحن هذه المشروعات يبقى لها ضريبة مقطوعة بتبتدي من ألف جنيه وفقاً لحجم الأعمال تنتهي بحد أقصى 1% من قيمة الأعمال وده في حد ذاته نجاح لهذا القطاع وحافظ شديد لهم أن هما يدخلوا في القطاع الرسمي احنا بالإضافة لهذا احنا بنطور المنصة الرقمية السوقية عايزين نحن نعمل منصة على غرار منصة علي بابا وإحنا بنشتغل كجهاز سنوات مشروعات لتحقيق وتطوير المنصة الموجودة وطبعاً معانا من الدعم وزارة الاتصالات ومعانا وزارة التخطيط بنشتغل كمان على شبكة موحدة مجمعة خاصة بالانتروكنير أو ريادة الأعمال بحيث أن هناك برامج كثيرة جداً على مستوى الدولة وهناك جهات عديدة ووزارات عديدة كلها بتشتغل برامج ريادة الأعمال من خلال الشبكة دي هيبقى عندنا نجمع كل مبادرات الأعمال على مستوى الجمهورية سيكون موجودة وده الغرض منها أن ندرس ونتابع الأثر على الحضنات وعلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة وده طبعاً بالتنصيق جهاز تنمية المشروعات مع وزارة التخطيط فيه جزء آخر مهم معظم أصحاب المشروعات وخاصة رواد الأعمال بيحب أن هما يلجأوا له وهو عيادات الأعمال عيادات الأعمال دي الغرض منها تقديم حلول واستشارات وخدمات استشارية لخدمة قطاع ريادة الأعمال وخاصة طبعاً في الحاجات التي تكون فيها مقدار التكنولوجيا عالية وده بيكون من خلال استشارين وفنيين ذو الاختصاص والخبرة الجزء المهم اللي ابتدينا نحن بنشتغل عليه حتى مجرد كان إطلاق القانون ما كناش لسه اشتغلنا على اللايحة وده حتى بالتعاون مع الهيئة العامة للإستثمار ووزارة التخطيط وجهاز سلمية المشروعات نربط الخريطة الاستثمارية للمشروعات الصغيرة ومتوسطة بتنافسية المحافظات كل محافظة لها ميزة نسبية متميزة فيها فإحنا ابتدينا مرحلة أولانية ابتدينا بخمس محافظات إن شاء الله في القريب العاجل هنكون بالتوالي هننتهي من جميع المحافظات بتاعتنا نحن نربط الخريطة لاستثمارية المشروعات بتنافسية المحافظات من أهم السياسات اللي بننتهجها دعم التحول للاقتصاد الأخضر والمحافظة على استخدام المستدام للموارد الطبيعية وده إحنا بنشتغل عليه من تحسين كافية استخدام الطاقة في قطاع الصناعة وحريصين على إن إحنا نفعل طبعا المادة الهمة جدا في اللاحة التنفيذية في قانوني البيئة الخاصة بتقليل استخدام غازات الاحتباس الحراري والنصق فيه بصفة مستمرة مع وزارة البيئة وطبعا وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الغراء والصناعة إن الإجراءات الهمة لدعم التحول للاقتصاد الأخضر نحن بنشتغل على تطبيق معايير حفظ وترشيد الطاقة في العمليات الانتجية وفقا للمواصفات العالمية من خلال التوسع في منح شهادة المواصفات الدولية للترشيد الطاقة أعيزه 50 ألف واحد وإن إحنا نلزم المصانع والقطاعات الصناعية كثيفة للسهلاك للطاقات زي القطاعات الكيموية والأسمدة إنها لازم تسعى للحصول على هذه الشهادة لأنها هم جدا المواصفة دي خاصة فيما يخص ترشيد التاق الجزء الأخير اللي احنا مهتمين به نحن تسهيل وتطوير حركة التجارة وإزالة القيود المعرقلة حاليا وخاصة فرضت علينا جائحة كورونا إن احنا نتجه وبقوة للتجارة الإلكترونية فإحنا بدنا نشتغل على وضع إطار تشريعي للتجارة الإلكترونية مع تطوير البنية المعلوماتية خاصة على مستوى المحافظات لدعم التجارة الإلكترونية لأن هي فرصة مهمة جدا لزيادة الاستثمار وخاصة باستخدامها لقطاع التكنولوجيا المعلومات وطبعا أنا علشان أشتغل على هذا المحور بيكون دايما فيه تنصيق مع وزارة الاتصالات والمالية هيئة الاستثمار ووزارة العادل البنك المركزي ووزارة تامين طبعا ووزارة التجارة والصناعة مش عايزة أكون أطلت على حضراتكم ولكن أنا اتكلمت بشكل عام وعلى أتم استعداد لأي استفسار شكرا نشكر معلي وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية على هذا العرض الذي يبرز حجم الأثر المتوقع من تطبيق الإصلاحات الهيكلية في قطاع الصناعة والتي يجعلها بحق قاطرة الاقتصاد المصري في الخلال السنوات القادمة يعد القطاع الزراعي أهم القطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد المصري لما له من أهمية كبرى زادت مع تداعيات جائحة كورونا على المستوى المحلي والدولي فهو مصدر رئيسي لتوفير الاحتياجات الأساسية للشعوب وتوفير الأمن الغذائي وهو أيضا أحد القطاعات الرئيسية التي يستهدفها برنامج الإصلاحات الهيكلية لأحداث نقلة نوعية في هذا القطاع وتطويره والحفاظ على الموارد المتاحة وتعظيم العائد منها والآن ندعو معالي وزير الزراعة والاستصلاح الأراضي لاستعراض مستهدفات برنامج الإصلاحات الهيكلية في قطاع الزراعة والاستصلاح الأراضي معالي الوزير دولة معالي رئيس مجلس الوزراء المؤكر الدكتور مصطفى مدبولي زميلاتي وزملاء السادة الوزراء السادة ممثل مجلسي النواب والشيوخ السادة رؤساء المجالس والاتحادات وممثل المجتمع المدني السادة شركاء التنمية من المؤسسات الدولية السادة الإعلاميين والصحفيين الحضور الكرام اسمحوا لي أن أعرض على حضراتكم السياسات والإجراءات قصيرة ومتوسطة المدى المستهدفة لقطاع الزراعة في إطار برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري السادة الحضور يعد قطاع الزراعة من القطاعات الاستراتيجية نظراً لأنه يتعلق بالأمن الغذائي والأمن القومي لمصر ومؤخراً وإصر تدعيات جائحة فيروس كورونا المستجد تزايدت أهمية قطاع الزراعة سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي لدوره الكبير في توفير الحاجات الأساسية للشعوب وتوفير الأمن الغذائي وتحسين التغذية وأيضاً لأنه يعد آلية مهمة في توطين التنمية لقدراته على تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية وأيضاً قدراته على تحقيق قيمة مضافة عليها رغم أن هذا القطاع يواجه بعدد من التحديات قد يكون أهمها محدودية موردي المياه والأرض والنمو السكان المتزايد والتفتت في الرقعة الزراعية والأثار السلبية لظاهر التغير المناخ لذلك يستهدف برنامج الإصلاحات الهيكلية لأول مرة تحقيق التنمية الاحتوائية والمستدامة نظراً لقدر قطاع الزراعة على الوصول إلى المناطق الريفية وأيضاً زيادة تصيب القطاع الزراعي من ناتج المحل الإجمالي والحد من الفقر في المناطق الريفية وتحفيز الاستثمار الزراعي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية لزيادة فرص التصدير وأيضاً خلق فرص عمل للتشغيل وخاصة الشباب والمرأة كما يستهدف أيضاً برنامج الإصلاح تحسين دخول المزارعين وزيادة قدرتهم على مواكبة العصر من خلال مبادرات وأليات متعددة الهدف منها ليس اقتصادياً فحسب بل قد يمتد ليشمل الجوانب الاجتماعية وذلك من خلال إحداث نقلة نوعية في مستوى معيشة قطاع كبير من المجتمع المصري حيث يشكل العاملين في قطاع الزراع والأنشطة المرتبطة به نسبة كبيرة من إجمال المشتغلين في سوء العمل المصري قد تصل إلى أكثر من 25% ولذلك فإن تحديث قطاع الزراعة بالشكل الذي يستهدفه برنامج الإصلاحات الهيكلية يهدف إلى أن يصبح هذا القطاع أكثر مرونة بحيث يستطيع أن يواجب التغيرات العالمية والإقليمية ويستفيد من الفرص التي تتحها تلك المتغيرات وأيضاً يحقق الربط بين البعد الاقتصادي وهو استدامة القطاع وزيادة انتاجيته وتحسين تنافسيته من ناحية وأيضاً بين البعد الاجتماعي الذي يتضمن الاهتمام بالمزارعين من خلال خلق فرص عمل جديدة وزيادة دخولهم وإدماجهم ضمن المبادرات التي تطلقها الدولة لتحفيز الاقتصاد خاصةً في ضوء محورية هذا القطاع في تحقيق الأمن الغذائي والماء كأمن قومي فضلاً عن مساهمته في الناتج القومي الإجمالي بنسب ملموسة إضافة إلى أن تحديث وتطوير قطاع الزراعة يعد عاملاً داعماً للاقتصاد الوطني وسينعكس إيجابياً على قطاعات أخرى كالصناعة والتصدير والنقد الأجنبي استهدف جهود الدولة من خلال برنامج الإصلاحات الهيكلية تعظيم الجهود في مجال الحفاظ على الموارد المائية بجميع أنواح واتباع الإجراءات المتعلقة بتحقيق الكفاءة في استخدام المياه وضمان الأمن المائي حيث شاهدنا خلال السنوات السابقة تزايد أهمية المياه كموارد اقتصادي على المستوى الدولي وتتكمل تلك الإجراءات بالطبع مع جهود الدولة المصرية الساعية لحفظ حقوق مصر التاريخية في مياه النيل باعتباره شرياني الحياة لدى المصريين كما يعد الحفاظ على الموارد المحلية من أهم الركائز التي يأخذها في الاعتبار برنامج الإصلاحات الهيكلية ويتمثل ذلك في الإجراءات التي تستهدف تقليل نسبة الفاقد من الإنتاج الزراعي خلال مراحل الإنتاج المختلفة بدءا من توقيت زراعة المحصول وإسلوب الزراعة ونوعية التقاوي المستخدمة وحتى فترة الحصاد وما بعدها والتي كانت لفترة قريبة هي الأعلى على مستوى العالم بالنسبة لمحاصيل كانت تصل نسبة الفاقد في القطاع الزراعي في المنتجات الزراعية أكثر من 20% ولكن بفضل استنباط أصناف جديدة استخدام تكنولوجيا الحديثة في الزراعة وفي الحصاد وأيضا زيادة التسعات التخزينية أدى كل هذا إلى تخفيض نسبة الفاقد الزراعي وقبل الحديث عن الأهداف الاستراتيجية في مجال الإصلاحات الهيكلية دعونا لابد أن نشير بدرجة كبيرة من الأهمية إلى المشروع القومي للتوسع الأفقي والذي يستهدف إصطلاح وزراعة أكثر من 2 مليون فدان بالاعتماد على الموارد المائية المتاحة من خلال معالجة مياه الصرف الزراعي لعلكم تتذكرون يمكن قريبا تم افتتاح محطة محسامة معالجة مياه الصرف الزراعي والتي تم افتتاحها في العام الماضي وحصلت على أفضل مشروع إنشاء في العالم لعام 2019 أيضا يتم تنفيذ حاليا مشروع معالجة مياه الصرف الزراعي بمحطة مصرف بحر البقر وإن شاء الله سيتم افتاحها قريبا ودي اللي هتتيح قدر من المياه يصل إلى 5 و 6 من عشر مليون متر مكعب يومي تكفي بالإضافة إلى محطة المحسامة إلى استكمال زراعة واستصلاح أراضي في شمال وسط سينة تصل إلى 500 ألف فدان أيضا دعونا نتحدث عن مشروع الدلكة الجديدة الذي يعتبر مشروع عملاق واللي أطلقه فخامة السيد الرئيس في الشهور الماضية وده يستهدف أيضا زراعة واستصلاح أكثر من مليون فدان وده سيعتمد أيضا على تدبير المياه من محطات معالجة مياه الصرف الزراعي وسيتم إنشاء محطة بالفعل بدأ التنفيذ فيها تصل تكلفتها إلى أكثر من 60 مليار جنيه بالإضافة إلى أن هذا المشروع بيستهدف مليون فدان في الدلتة الجديدة يتصل تكاليف الزراعة والاستصلاح في البنية الأساسية من شبكات وطرق وقهربة وتجمعات وخلافه أكثر من 200 مليار جنيه فخامة الرئيس إدى توجهاته أن يستكمل هذا المشروع في خلال سنتين ولو بفكرة صغيرة دعونا نقول إن مشروع الدلتة الجديدة اللي هو بيستهدف مليون فدان يصل إلى نسبته تصل إلى حوالي 30 أو 35% من مساحة الأرض الأديمة اللي موجودة في الدلتة حالية وبالتالي ده يعتبر مشروع إملاق سيحدث نقلة نوعية في الزراعة في التصدير في المحاصيل الاستراتيجية في الأنشطة المرتبطة بالتصنيع والأنشطة الأخرى المرتبطة بهذا المشروع أيضا من ضمن الأهداف الاستراتيجية التي تم تحديدها في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي أولا الهدف السياسي الأونية هي الحفاظ على الأمن المائي والغذاء وزيادة تنافسية المنتجات والمحاصيل الزراعية ويتتم تنفيذ هذه السياسة من خلال بعض الإجراءات تتمثل في إنفاذ اتفاقات الزراعة التعاقدية في الأراضي الأديمة في الوادي والدلتة كألية للتغلب على مشكلة تفتيت الحياز اللي احنا قلناها من شوية وذلك من وجود طرف ثالث للتعاقد على شراء هذه السلع كأية السلع التموينية التابعة لوزارة التموين وأيضا بالنسبة للسلع الاستراتيجية على أن تتولى وزارة الزراعة متابعة تنفيذ هذه الاتفاقات مع الفلاحين والمزارعين بالإضافة اللي احنا نبحث على آليات أخرى لتأمين أطراف التعاقد وبالفعل دولة رئيس الوزراء تم إطلاق الزراعة التعاقدية لأول مرة تنفيذا لقانون الزراعة التعاقدية فيه محصولين الفول الصوية وعباد الشمس وأيضا في بعض كميات من محصول القط وبالفعل تم يعني يجرح حاليا التعاقد وتنفيذ هذه التعاقدات كبداية لتفعيل نظام الزراعة التعاقدية بقوة أيضا بنستهدف إنشاء مراكش دولستية مجمعة تهدف لحل مشاكل التصدير وأيضا بتقلل نسبة الفاقد بحيث تولى عملية تجميع وفرز وتعبئة وتغليف وشحن السلع الزراعية التي يتم الززرها وأيضا في الأسواق المحلية لتكون حلقة الوصل بين المزارعين وجهات التسويق سواء محلي أو خارجي بما يضمن جودة المنتج وأيضا يضمن جودة الصدرات ومنطبقتها للمواصفات وأيضا حماية المنتجين وحماية صغار المصدرين وضمن أسعار تصدرية أفضل أيضا يقترح أيضا أننا نقترح أن المراكش دولستية ستكون موزعة على الطرق الرئيسية في إطار المشروع القومي للطرق وده بهدف أن نتتعدد مناطق الزراعة بحيث أن نوفر عمليات النقل بسهولة لزملائنا المزارعين والفلاحين أيضا نستهدف إطلاق برنامج لتنمية المعرفة الزراعية عن طريق تنظيم وتمويل دورات تدريبية مختلفة لرفع وتحديث كفاءات المتعلقة بتحسين المنتجات والعلامات التجارية والدورات التقنية ولوائح التصدير وزيادة القيمة المضافة لسلسلة القيمة الزراعية المصرية بما يسمح بزيادة المهارات والمعرفة في القطاع الزراعي أيضا نستهدف استحداث مراكز تجميع لحل مشاكل التسويق التعاوني الداخلي بحيث يمكن للدولة أن توفر التمويل لها عن طريق الجهاز المصرفي وتحدد أماكن تلك التجمعات في المناطق المختلفة وقد يتم طريحها للقطاع الخاص وكلها ستكون مواصفات محددة على مستوى جودة محدد بما يؤدي إلى تخفيض حلقات سلاسل توريد وينتج عنه أيضا تحسين مستوى الشراء من المزارع وخفض سعر البيع للمستهلك أيضا نستهدف التركيز على تعظيم كفاءة استخدام المياه من حيث إعطاء أولوية في زراعة الأصناف المحسنة من المحاصيل الزراعية عالية الإنتاجية قليلة احتياجات المياه مبكرة النووم النضج خاصة محاصيل الحبوب مثل الأمح والزرع والأرز وأيضا اتباع أسليب الزراعة الموفرة للمياه مثل التسويب الليزر والزراعة على المساطب خاصة في أن قطاع الزراعة يستهلك نسبة كبيرة من المياه وأن اتباع هذه الأسليب سيؤدي إلى ترشيد المياه وفي ذات الوقت يتيح قدر من استخدام وتنفيذ مشروعات التوسع الأفق أيضا نستهدف تفعيل الإجراءات المنظمة للمحاصيل الشارهة في استهلاك المياه والخاصة بتقنين زراعتها والتي يصدر بها بالفعل قرارات من كل من وزيري الزراعة واصطلاح الأراضي ومعالي وزير الموارد المائية والرأي بالنسبة وخاصة بالنسبة لمحصول الأرز ومحصول الموس أيضا نستهدف ترشيد المياه وتقليل فواقد النقل وذلك من خلال استكمال المشروع القومي لتبطين الترع والتي تتولى تنفيذه وزارة الموارد المائية والرأي مع إضافة تطوير المسائي والمراوي واتباع نظم الرأي الحديثة زي الرأي بالطنقيط والرأي تحت السطح والرش السابت والرش المحوري مع الإحاطة بأنه بالفعل قد تم تنفيذ وفقا لتكلفات دولة رئيس الوزراء أننا بالفعل نستكبل تنفيذ نظم الرأي الحديثة في كل مساحات الأراضي الجديدة التي يصل إلى مساحيتها 3.3 مليون فدان كان متبقح حوالي مليون فدان نحن لدينا تكلفات بالتنصيق مع وزارة الموارد المائية والرأي أننا ننتهي من استكمال تحديث وتنفيذ نظم الرأي الحديثة بمساحة المليون فدان المتبقي من الثلاثة وثلاثة من عشرة بحد أقصى نأمل إن شاء الله ننتهي مع نهاية هذا العام في تلاتين ستة عشرين عشرين واحد وعشرين أيضا هناك إن شاء الله في تكلفات من معالي دولة رئيس مجلس الوزراء وفخامة السيد الرئيس نحن نتبع نظم الرأي الحديثة والتحول من الرأي بالغمر إلى الرأي الحديث في الأراضي الدلتة القديمة والتي يصل إجمال مساحية حوالي أربعة مليون فدان زي ما حضرتكم عارفين إن إجمال مساحة الأراضي الزراعية القديمة حوالي ستة واحد من عشرة مليون فدان عندنا أربعة مليون فدان اللي إحنا بنستهدف فيهم تحولهم من الرأي بالغمر إلى الرأي الحديث وعندنا اتنين مليون فدان اللي هما الأراضي الشمالية القريبة من مستوى البحر بحيث إن إحنا ما نحصلش ملوحة حوالي اتنين مليون فدان هنتخذ فيهم برضو الأساليب الحديثة في الزراعة زي التسويب الليزر والزراعة على مصاطب والأصناف قليلة الاحتياج للمياه وده هيبقى مشروع إن شاء الله سوف يطلق قريبا فيه مجموعة من الحوافز الإيجابية وأيضا فيه برضو جوانب يعني محفزة وجوانب تدفع المزارعين والفلاحين لأنهم لابد إن إحنا نتحول من الرأي بالغمر إلى الرأي الحديث خاصة إن هذا المشروع والتحول إلى نظم الرأي الحديثة له مجموعة من الإيجابيات سواء في زيادة الإنتاجية أو تقليل التكلفة أو تقفيد تكلفة الأسميدة المستخدمة أو تقفيد حجم العمالة يعني له إيجابيات متعددة وإحنا إن شاء الله بندعو المجتمع المدني وازو ملقنا الإعلاميين والصحفيين إنهم يركزوا الضوء بقوة على هذا المشروع الكبير وعلى أهمية التحول من الرأي بالغمر إلى الرأي الحديث أيضاً بنستهدف اتباع النظم الحديثة في تنفيذ تطوير المساء والمراوي وإذن إن شاء الله بننفذها مع وزارة الموارد المائية والرأي وكان هناك توجهات بأنه قد يتم التفكير في إنشاء وحدة تابعة لمجلس الوزراء للسلع الاستراتيجية تتضمن حوالي 14 سلعة الهدف منها هي متابعة سلاسل القيمة الخاصة بتلك السلع بشكل أفقي وتنظم بين مجموعة من الوزرات اللي لها دور في تفعيل سلاسل القيمة زي وزارة الموارد المائية والرأي بخلاف وزارة الزراعة واصلاح الأراضي أيضاً وزارة التجارة والصناعة وزارة التموين وزارة قطاع الأعمال العام وزارة المالية التعاون الدولي وكل دول مجموعة من الوزراء اللي شركاء في موضوع التنمية أيضاً بنستهدف أحد السياسات الأخرى بتستهدف زيادة تنفسية صدرات المحاصيل والصناعات الزراعية والتي تطلب تنفيذ هذه السياسة برضو أيضا بنستهدف دعم الصدرات الزراعية من خلال توفير مراكب سريعة منتظمة لنقل الصدرات المصرية وعلى رأسها الحصلات الزراعية إلى بعض الأسواب الرئيسية للصدرات الزراعية خاصة دول الاتحاد الأوروب أيضا بيتم إجراء دراسة تفصيلية لتحديد المواني المناسبة لكل خط من حيث الدول المحيطة بها بجانب دراسة عوامل تكلفة وسرعة إنهاء الإجراءات والإمكانيات اللوجستية لدراسة القدرة الاستعابية لهذه المواني على استعاب الصدرات المصرية أيضا بنستهدف الدعم اللوجستي للمنظومة التصدرية وخاصة دعم وسائل الشحن وتخفيض تكلفها أيضا هناك عامل رئيسي وكان له السبب الرئيسي في زيادة الصدرات الزراعية زي ما معالي وزيرة التخطيط قالت حصل طفرة خلال السنة الأخيرة في الصدرات الزراعية بفضل إحكام الرقبة على الصدرات الزراعية وتطبيق اشتراطات الصحة النباتية طبقا للقواعد والمعايير الدولية مع تعظيم دور الحجر الزراعي في تطوير منظومة التصدير واتباع أنظمة حديثة في التتبع والاعتمادات لكل المناطق والمزارع محل التصدير أيضا بنستهدف الاستمرار في سياسات فتح أسواق تصدير جديدة للمنتجات الزراعية ونحب نوضح أن الأسواق التي يتم تصدير السلع والمنتجات الزراعية المصرية فيها أكثر من 150 دول نحن يمكن خلال العام الماضي في جائحة كورونا تم افتتاح 11 سوق لعدد 7 محاصيل التصديرية خلال عام 2020 رغم انتشار فيروس كورونا معايير وزير بس عشان الوقت وعاييرين نسمع رأي الناس بعد حضرتك أيضا عندنا سياسات خلق فرص عمل جديدة وزيد دخول صغار المزارعين زي استكمال الاستفادة الكاملة من منظومة كارت الفلاح بعد إضافة خدمة المدفوعات وأيضا محفظة إلكترونية تستخدم لتحويل دعم المدخلات الزراعية المزارعين مع الاستفادة من تطبيقات الزكاء الاصطناعي في الزراع وميكانة الخدمات أيضا استمرار دعم المبادرات المقدمة لصغار المزارعين وتحسين أوضاعهم زي مبادرة المشروع القوم البيتلوم وكلنا عارفين تفاصيلها أيضا مبادرة دعم وتطوير ملاكس تجميع الألبان أيضا استمرار استفادة المزارعين والفلاحين من المبادرات التمويلية الميسرة المعلنة أيضا استفادة استمرار تمويل المحاصيل الزراعية والبستانية بتمويل مدعم من الدولة بفايدة 5% الدولة تتحمل 7% يصل إجمال الدعم السنوي لهذه الفئات أكثر من 600 مليون جنيه السنوي أيضاً سياسات الإصلاح التشريعي زي ما قالت مع الوزيرة إعادة هيكلة قانون التعاونيات لصدر سنة 80 لهدف زيادة دور التعاونيات وأيضاً تحديث قانون الزراعة اللي صادر من سنة 66 عشان يتوكب مع المتغيرات والمستخدمات أيضاً نقطة أخيرة هضيفها اللي هي أن قطاع الزراع مليء بالفرص الاستثمارية سواء في مجال الزراعة أو الإنتاج الحيواني أو الصروة السمكية يعني في النهاية أنا مش عايزة توسع لكن عايزة أقول إن الإنجازات والمشروعات التي اتتمت في هذا القطاع قد وصلت خلال الفترة الست سنوات الماضية إلى أكثر من 320 مشروع بإجمالي 43 مليار جنيه بخلاف المشروعات القومية الكبيرة زي المشروع التوسع الأفكي ومشروع الزراعات المحمية والمشروعات الخاصة بالصروة السمكية وتنمية المحيرات ومشروع المليون راس ماشية وأخيراً أشكركم لحسن استدماع شكراً معالي الوزير ننتقل الآن إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والآن ندعو معالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاستعراض مستهدفات برنامج الإصلاحات الهيكلية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شكراً يا فندم حضرة صاحب الدولة السيد الدكتور مصطفى مدبوذي رئيس مجلس الوزراء زملائي حضرات أصحاب المعالي للوزراء السادة موثلي مجلسي النواب والشيوخ السادة موثلي المجتمع المدني والمؤسسات الدولية السيدات والسادة الحضور أسمحوا لي حضراتكم أستعرض مستهدفات كمية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ثم أتناول جزء من استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تنعكس على الإصلاحات الهيكلية والقدرة التنفسية التي تحاول وزارة الاتصالات أن تقيمها حياء وزارة الاتصالات في خلال عام 2019 2020 بلغت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي 4.4% صعودا من 3.2% في عام 2017-2018 يعني بننمو من 3.2% إلى 4.4% في خلال 3 سنوات مالية إن شاء الله نستهدف أن نختم العام المالي الحالي بالوصول إلى 5% مساهمة القطاع مساهمة القطاع في النتج المحلي الإجمالي ونصبه إلى 8% في خلال 3 سنوات بإذن الله النتج المحلي للقطاع أيضا نمى من 80 مليار جنيه في عام 2017-2018 إلى 125 مليار جنيه في العام المالي الحالي هو بلغت نسبة نمو القطاع بلغت نمو القطاع 16% هذا العام رغم ظروف الجائحة أيضا لو نظرنا إلى تطور مركز مصر العالمي في مؤشر جهازية الشبكة البنية التحتية المعلوماتية قفزنا من المركز 92 في العام المنصارم إلى المركز 84 في العام الحالي مصر هذا العام ضمن أسرع عشر دول نموا في مؤشر الشمول الرقمي على مستوى 82 دولة أيضا نمى عدد العاملين في القطاع من 233 ألف قبل عامين إلى 281 ألف هذا العام أبدأ في استعراض بعض ملامح استراتيجية وزارة الاتصالات التكنولوجيا المعلومات وزي ما قلت لحضراتكم ما ينعكس في هذه الاستراتيجية من إصلاحات هيكلية الحقيقة أن استراتيجية تدارة الإصلاحات وتكنولوجيا المعلومات ترتكز على ثلاث محاور رئيسية المحور الأول هو التحول الرقمي لكافة قطاعات الحكومة المصرية المحور الثاني هو بناء القدرات وزيادة الوعاء المهاري لشبابنا في مختلف الحائق الجمهورية ثم المحور الثالث وهو جذب الاستثمارات سواء المحلية أو العالمية لهذا القطاع هذه المحاور الثالث بدورها ترتكز على قاعدتين أساسياتين القاعدة الأولى هي بنية تحتية كفء نحاول أن نقيمها ونطورها عاماً وراء الآخر ثم سياج تشريعي وحوكمي ينظم ويسيطر على المنظومة بالكامل أبدأ بذكر بعض ملامح المحور الأول وهو محور التحول الرقمي هذا المحور ينضوي تحت عنصرين أساسيين العنصر الأول هو خدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين وسعي الدولة بكافة أجهزتها ومؤسستها وضمنها وزارة الصلاة الكرونجر المعلومات لرقمنة هذه الخدمات ثم العنصر الثاني وهو تطوير أداء الحكومة من خلال الاعتماد على منظومات مميكنة ومرقمنة بالكامل في المحور الأول اسمحوا لي حضراتكم أستعرض بعض جهود الحكومة بأكملها ووزارة الاتصالات ضمنها في هذا المجال أقمنا منصة مصر الرقمية منصة الآن مسجلة عليها حوالي 2 مليون مواطن تقدم 60 خدمة حكومية مرقمنة بالكامل نسعى بإذن الله إلى زيادة هذه الخدمات في دفعات متتالية حتى نهاية العام نبلغ أو نزيد على 170 خدمة ثم نصبه إلى الوصول إلى 250 خدمة في العام القادم بكلفة إجمالية قدرها 3 مليار جنيه أيضا هناك بعض المشروعات الخدمية الهم الحقيقة والتي بالفعل تسهم في الإصلاحات الهيكلية التي تسعى الدولة لإتمامها يمكن ذكر زميلي معي وزير الزراعة واحد من الأهمها وهو كارت الفلاح الذكي الذي نتعاون فيه مع وزارة الزراعة ووزارة التخطيط لإصداره إن شاء الله في خلال هذا العام سيتم إصدار كارت الفلاح في كافة محافظات الجمهورية الحقيقة هذا المشروع في منتهى الأهمية لضبط الحيزات الزراعية حصر التعديات على الأراضي التنبؤ بالتركيب المحصولي للجمهورية والتنبؤ بالكميات المطلوبة من كافة الموارد سواء الأسميدة أو الموارد المائية أو غيرها ثم ربط البيانات بخريطة رقمية يمكن أن تقل في عجالة إلى محور آخر وهو المنظومة الصحية بدأنا منذ عام 2019 في ميكانة منظومة التأمين الصحي بالكامل نكملها إن شاء الله هذا العام بميكانة المصفات الجامعية 73 مستشفى ثم 180 مستشفى في العام القادم ثم يلتأم المشروعان لكي يصبح للمواطن قدرة على تلقي الخدمات العلاجية من أي منفذ سواء وزارة الصحة أو وزارة التعليم العالي أيضا في جهود الدولة لتطوير التعليم العالي هناك مشروع الامتحانات الرقمية الذي نتعاون فيه مع وزارة التعليم العالي إن شاء الله نطلق الأسباقية الأولى منه خلال هذا العام ثم تتلوها الأسباقية الثانية أنتقل إلى العنصر الثاني من هذا المحور وهو تطوير الأداء الحكومي إن شاء الله مع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدرية الجديدة تنتقل نقلة نوعية كحكومة تشاركية قدرة على تبادل البيانات بين أجهزتها ومؤسستها حكومة لاورقية لا تستخدم الورق ولكن من خلال مؤسسات ومنظومات مرقمنة رقمنة مطلقة وأيضا زكية أيضا هناك مشروع يعني ربما دولة رئيس الوزراء يتبنى شخصيا وهو مشروع الرقم القومي للعقارات لكي يكون لكل عقار رقم قومي متفرد على غرار الأرقام القومية للمواطنين يقترم بهذا منظومة ميكانة الترخيص العقارية بالتعاون مع تسع وزارات لرقملة وحوكمة منظومة ترخيص البناء والهد في عجلة شديدة أنتقل إلى المحور الثاني وهو بناء القدرات بناء القدرات كما نصبه إلى تحقيقي يكون بإتمام والتوسع في مشروعات تدريب كما ذكرت زميلاتي وزيرة التخطيط أن تطلع هذا العام إلى إتمام تدريب 110 ألف شاب صعوداً من أربع تلاف حين تولت وزارة الدكتور مصطفى مبولي المسئولية إن شاء الله هذا العام نتمم 110 ألف شاب في خلال عام واحد تدريب من أجل المنافسة الفعالة في سوق العمل المحلي والإقليمي على التوظيف هذه المبارات التدريبية الحقيقة تتخذ شكل هرمي من حيث التعمق والتخصص وإنتاج كوادر مؤهلة ومضربة في كافة أطياف الانتصالات وتكنولوجيا المعلومات نبدأ ببرامج سهلة ومبساطة لمحو الأممية الرقمية بالتعاون مع وزارة الشباب في مراكز الشباب في كافة محافظات الجمهورية ثم ننتقل إلى مبادرات لإعادة إنتاج شكل جديد للشاب التقني في مصر من خلال مدارس تكنولوجية تقيمها وزارة الإتصالات والتكنولوجيا المعلومات بالاشتراك مع وزارة التربية والتعليم والشركة المصرية للإتصالات ثم نصعد إلى مبادرات أكثر تخصصا وتعمقا بالتعاون مع جمع الإبيتة الفرنسية لتدريب ألف متخصص في العلوم البيانات والذكاء الاصطناعي ثم بالتعاون مع وزارة التعليم العالي نقيم في العاصمة الإدارية الجديدة أول جامعة متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جامعة مصر المعلوماتية إن شاء الله تفتح أبوابها في العام الدراسي القادم بإذن الله المبادرة الأخيرة هي مبادرة بنات مصر الرقمية التي يتمناها فخمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بنفسه وهي مبادرة تسعة إلى إنتاج ألف متخصص تخصصا متعمقا في تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المطلوبة في سوق العمل يعني أعرج في لحظات على المحور الأخير وهو جذب الاستثمارات من خلال أربع عناصر أساسية العنصر الأول هو رعاية الشركات النشئة من خلال مراكز للإبداع الرقمي في مختلف الحائق الجمهورية تضم مسرعات وحضنات أعمال أيضا محور حوافز لدعم الصدرات الرقمية وضمان فرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة في كافة المشروعات التي تترحها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالنسبة لا تقل عن 10% أيضا في مدمار جذب الاستثمارات الأجنبية بدأنا في برنامج حوافز لصناعة وتصميم الإلكترونيات من أجل توطين هذه الصناعة المهمة في مصر وربما سمعتم حضراتكم عن شراكة الحكومة المصرية مع شركة سامسونج لإنتاج الحاسبات اللوحية في مصر إن شاء الله بدءا من العام القادم بسعة لا تقل عن مليون وحدة في السنة أيضا تعظيم الصدرات الرقمية من خلال مبادرة لتدريب 100 ألف شاب ينافسون في سوق العمل الإقليمي والدولي من خلال المنظومات الرقمية وقدرتهم على العمل والمنافسة على منصات المهن الحرة هذا لا يتأتى إلا من خلال تلت عناصر مهمة البريد المصري بقدرته على الانتشار وتوزيع منافذ الخدمة لكافة الخدمات الحكومية المرقمنة في كل قرى ومحافظات مصر العنصر الثاني هو خدمات الإنترنت أو الإنترنت فائقة الصرعة الثابتة ثم العنصر الثالث وهو خدمات المحمول التي نسعى إلى تطويرها وزيادة قدراتها بشكل مستمر المرتكز الثاني والأخير هو السياج التشريعي والحوكمي في عام 2020 صدر قانون حماية البيانات الشخصية وكذلك صدرت اللاحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات إن شاء الله في خلال هذا العام سنتعاون مع مجلس النواب لاستكمال المناقشات وإصدار قانون المعاملات الإلكترونية وأيضا إصدار اللاحة التنفيذية لقانون حماية البيانات يعني أردت في عجالة شديدة أن أستعرض مع حضراتكم إصلاحاتها الهيكلية التي تحاول وزرعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تتممها من أجل بناء مصر الرقمية شكرا جزيلا طبعا تحت أمر حضراتكم في أي أسئل شكرا معالي الوزير ومن قطاع الاتصالات ننتقل إلى قطاع الأعمال العام أحد القطاعات التي تميز الاقتصاد المصري وتعكس مراحل تطور إدارة السياسات الاقتصادية على مدار السنوات الماضية وبقدر ما يعاني هذا القطاع من تحديات إلا أن الفرص الكامنة في مكوناته يمكن أن تصنع الفارق خلال السنوات القادمة معالي وزير قطاع الأعمال الكلمة لحضرتك شكرا دولة رئيس الوزراء معالي الوزراء السادة أعضاء نواب مجلسي النواب والشورى السادة ممثلة المؤسسات المحلية والدولية زي ما أشار زملائي الوزراء القطاع الخاص هو الشريكة الأكبر وبقول الأكبر بكتير يعني في الاقتصاد المصري سواء على مستوى التشغيل أو الإنتاج أو حتى الاستثمار ولكن ما زالت المؤسسات العامة بتلعب دور مش صغير أبداً وبتؤثر في أداء الاقتصاد سلباً أو إيجاباً فكان ضروري والحكومة بتبحث في سبل تميت وتحفيز القطاع الخاص أنها تعمل على تطوير المؤسسات العامة هستعرض مع حضراتكم في خمس دقائق بابتدي بأنواع المؤسسات العامة بس وهي أربع أنواع أولاً شركات القطاع العام اللي هي أسست في الستينات من القرن الماضي ثم الشركات المنبثقة من شركات قطاع العام في أواخر الثمانينات 217 شركة قطاع أعمال عام مقسمة ما بين 118 شركة خاضعة لوزارة قطاع الأعمال العام وهنا 99 شركة خاضعة لعدد 11 وزارة أخرى عندنا عدد 49 هيئة اقتصادية لكل منها نظمها وقانونها وكلها بتتبع قانون 61 لسنة 63 ثم عدد 645 شركة مشتركة مؤسسة من الشركات التابعة وذي بتخضع القانون 159 لعام 81 وقوانين أخرى أخيراً عندنا عدد أربع بنوك مملوكة للدولة بتخضع القانون 88 لسنة 2013 ده في مجمله هو الشركات اللي بنقول عليها شركات العامة على مدى 15 سنة على الأقل تم تطوير الجزء اللي هو تحت على الشمال اللي هو البنوك العامة بنجاح كبير جداً وفي نفس الوقت اللي شاهدت الكثير من شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام واللي بتغطي حوالي 25 صناعة تراجعاً بصفة عامة في أداء كان ضروري وقف التراجع ده وبدأت وزارة خطاع الأعمال العام مش في عهدي في قابلي يعني العمل على ثلاث محاور على التوازي للإصلاح الهيكلي نمرة واحد وده الأسهل هي إعادة هيكلة الشركات نفسها ما بين الشركات اللي هي بتخسر والشركات اللي هي بتكسب بس ممكن إنها تأدي أحسن بمراحل وتفيد المجتمع حد مش هنتكلم على الجزء ده لأن ده الجزء السهل كان ضروري تدبير التمويل اللازم للتطوير وعدم الاعتماد على الخزانة العامة ودورنا على الأصول غير المستغلة وبمساعدة زملاء الوزراء تم تغيير استخدام الكثير من الأصول دي وبيتم التصرف فيها بالشراكة أو بالبيع لتوفير التمويل اللازم إما لدفع مديونيات على الشركات التابعة أو للتطوير أخيراً وده اللي يمكن هنركز عليه شوية إن ده بيغطي مش بس الشركات وزارة خطاع الأعمال العام وإنما كل الشركات ويمكن دولة الرئيس عمل لجنة لسه مجتمعتش لنقل الخبرات اللي هي موجودة اللي بتحصل في شركات وزارة خطاع الأعمال العام بإذن الله بعد انتهاءها إلى بقية الشركات خطاع الأعمال العام وربما إلى الهيئات الاقتصادية لتحسين وتطوير كفاءة العمل بصفة عامة بسرعة تطوير منظومة العمل ابتدى بتعديل جدري للإطار التشريعي القانون 185 لسنة 2020 اللي هو معدل للقانون 203 لسنة 91 نحن قعدنا ستين سنة تقريبا بنشتغل بقوانين صعبة جدا أن نحن نقدر ننافس بيها القطاع الخاص وده بيفسر يمكن التراجع على اللي حصل لأن القطاع الخاص ابتدى في الثمانينات أواخر السبعينات وانطلق وإحنا كنا مكبلين كان له قانونه اللي هو قانون 159 وإحنا لنا قانون مكبل جدا لمقدرناش أن ننجز شركات قطاع الأعمال العام فكان ضروري تعديل جدري وحدث بعد مجهود طويل وجلسات طويلة مع كافة الأجهزة السيادية والحكومة ومجلس النواب وعدة بإذن الحمد لله في يوليا 2020 استحداث لوائح عمل متكملة للشركات بناء على أفضل الممارسات العالمية استحداث إدارة للتسويق المركزي لمحفظة منتجات وخدمات الشركات التابعة في كل شركة قبضة الإنتاج سهل أما التسويق اللي هو بيؤدي إلى تحسين الأداء كان ضروري أن نعمل إدارات تسويق مركزي ما كانتش موجودة اتعملت كان ضروري أن نعمل لجنة مركزية للاستثمار في كل شركة قبضة للتأكد من جودة الاستثمارات اللي بتتعمل ونتأكد أن القرارات اللي بتتاخد بتتاخد من لجان مش بس بتضم موظفي الشركات القبضة وإنما نص اللجان دي من الخبراء اللي بيحرسوا على سمعتهم من القطاع الخاص فالقرارات النهاردة بتمحص طمحيز جيد جدا تعديل دليل الحسابات بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمحاسبات لكل الشركات عندنا دليل حسابات جديد عندنا ما كانت إجراءات العمل الجديدة بتطبيق الـ ERP النهاردة من إجمال 82 شركة هيبقوا موجودين عندنا بعد دمج بعض الشركات فهننزل من 117 شركة إلى 82 شركة بنركب ERP النهاردة في 63 شركة من الـ 82 شركة ده حاجة غير مسبوقة وتحدي جدير إنما الحمد لله بنعمله بكفاءة مع أصحاب الرقص الدولية والـ System Integrators المحليين والعالميين تسوية مديونيات تاريخية مع الجهات الحكومية تمت بإجمالي 33 مليار جنيه وفي حوالي 8 مليار جنيه فضلين جاري تسويتهم مع وزارة المالية ومع بنك الاسمار القومي تسوية منازعات معلقة مع القطاع الخاص حلينا على الأقل خمس ست مشاكل كبيرة ودي كانت مانعة للإستثمار الإستثمار ابتدى يرجع تاني بعد حل المشاكل دي زي ما قلنا حصر وتغيير استخدام أصول غير مستغلة تغيير مجالس الإدارة بعد تعديل القانون وإحنا غيرنا في 67 شركة من الـ 82 تم تغيير مجالس الإدارة ويتم تقييم الإدارات التنفيذية بحيث أننا بإذن الله في العام المالي الجديد بنبتدي بإدارات جديدة ومحفزة وقادرة على تنفيذ خطط التطوير ده التايم لاين يعني تعديلات القانون خلاص الربع الثاني بنتطلع إلى إصدار اللائحة التنفيذية للقانون هي في مجلس الوزراء وبإذن الله يعني يتم إصدارها إصدار لوائح العمل الجديدة اللي هي للشركات برضو الربع الثاني تغيير مجالس الإدارة للشركات بالكامل في الربع الثاني استقطاب أعضاء ورؤساء غير تنفيذين من خارج الشركات دي أحد الخطوات المهمة اللي هي مهمة جداً لحوكمة الشركات اللي هي فصل منصب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي عن الأعضاء عن العضو المنتدى بالتنفيذي تحويل الشركات التابعة اللي هي مقيادة أسهمها في البورصة إلى القانون مية تسعة وخمسين لو نزلت فيها نسبة ملكية الشركة قبضة عن خمسة وسبعين في المية بدل خمسين في المية تصفية الشركات المتعثرة غير ذات الجدوى حرصاً على أموال الدولة قلنا الإجراءات العامة للأير بي بنتكلم على مراجعة الهاكل التنظيمية تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول استكمال تسوية المدينيات وزي ما قلت نحن نتكلم على أنه بإذن الله بنهاية الربع الثاني نبقى جاهزين من خلال آلية اللجنة أن ننقل التجربة بإذن الله لبقية الوزرات وربما الهيئات الاقتصادية وبكده بيكمل التطوير ونقدر بإذن الله أن نحن نتطلع إلى انطلاقة جديدة لشركات قطاع الأعمال العام شكراً شكراً معلي الوزير وننتقل الآن إلى قطاع السياسات المالية فلا يمكن أن تتحقق الإصلاحات الهيكلية دون التناهم والتفاعل مع السياسة المالية والسياسة النقدية فكلهما كل منهم يؤثر ويتأثر بالآخر فنجاح الإصلاحات النقدية والمالية في 2016 أدى إلى نجاح البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والآن نتشرف بالاستماع لعرض السيد وزير المالية معلي الوزير شكراً جزيلاً دون رئيس وإنطلاقاً من البرنامج اقتصادي المصري ووزارة المالية ووضعت خطات استراتيجية على أساس حسمة من إصلاحات الهيكلية على المستقل السياسات المالية الكلية بأهداف وبرامج ومشروعات وليات تنفيذ على أساس أن نتحقق ثلاث أهداف تحقيق استقرار مالي وسيطرة على عجز الموازنة والدين العام تحقيق كفاءة وفعالية في جامعة وتخصيص وصرف الموارد العامة للدولة والحفاظ على معدل لموارد اقتصادي مستدام في إطار عمل وزارة المالية يعني الإرادات العامة للدولة بالدرجة الأولى معتمدة في المنظومة الضريبية والجمركية واللي هي بتمثل طبعا أحد العوامل والأليات المؤثرة في دفعات الاستثمار عشان كده يمكن احنا ركزنا خلال السنتين الماضيتين على عمليات ما يكانت وحوكمت ورفع كفاءة المنظومات ديت بحيث أنها تساعد في دعم بيئة العمل المستثمرين وأيضا زيادة تحصيل حق الدولة فعلى سبيل منظومة الضريب والدخل والقيمة المضافة قامت وزارة المالية بعادة هيكلة في منظومة الضريب الدخل وقيمة المضافة وعادة هندسة الإجراءات الضريبية تبقى للمعاييري الدولية مع بيوت الخبرة العالمية المتخصصة وانتقلت بعد كده إلى ما كانت الإجراءات الضريبية بالكامل فأطلقنا المرحلة الأولى لما كانت منظومة الإجراءات الضريبية في الموحدة في مركز كبار متوسط المؤولين وكبار المهن بحيث أصبح المؤولين المكلفون بيقدموا كل نمازج الإجراءات الضريبية عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الترائب برقم تسجيل ضريب موحد بيشمل كل أنواع الضرائب وبيسدده قيمة الضريب مستحقة بطريقة إلكترونية كمان قانون الإجراءات الضريبية الموحد اللي صدر الرقم 206 لسنة 2020 استهدف تبسيط ودمج الإجراءات الضريبية بالنسبة لما أقولي ضريبة الدخل والقيمة المضافة وده مع ميكانة الإجراءات ديت هيداعم الثقة بالمهوة المصلحة ويوفى الألية قانونية بتساعد الممهوة المصلحة على استداء دين الضريبة بيوس بدون أي تقديرات جزافية وبيستخدم التقنيات الحديثة في التعامل المبيل للممهوة المصلحة أيضاً إصلاحات الهيكلية في المنظومة الضريبية العديد من المشروعات التطوير والميكانة الشاملة لمنظومة الإجراءات كان أهمها مشروع التحصيل الإلكتروني للضرائب بدأ منذ عام 2018 مشروع الإقرارات الضريبية الإلكترونية مشروع منظومة تحليل مخاطر الإقرارات وإدارة حالات المخاطر بدأ العمل بيه في 2019 ورسمي انطلق في 2020 مشروع الفاتر الإلكترونية اللي تم تطبيقه بشكل تدريجي وتجريبي على العدد من الشركات في يونيو 20 وتم الإلزام بيه في نوفمبر 2020 بحيث أن مصر أصبحت من أوائل الدول في الشرق الأوسط وأفريقيا في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى هذه اللحظة نضم له هذه المنظومة 467 شركة في مرحلتين الأولى والتانية منهم 37 شركة نضم طواعية عدد الوسائق الإلكترونية حتى اليوم بلغت 6 مليون فاتورة إلكترونية خلال يعني نقدر نقول أنها من 15 مارس تقريبا إلى النهاردة يعني ممكن نقول أنها في حدود شهر ونص قدرنا نحصل على 6 مليون وصيقة عمليات شراء وبيع فقط من 467 شركة أنا متوقع إن شاء الله بإذن الله في 15 خمسة أن نحن قبل نهاية شهر الخمسة نقدر نوصل لل2800 شركة اللي هم في مركز كبار أيضا مشروع إجراءات العمل إجراءات العمل الضربية أطلقناه في يناير 21 وأيضا مشروع مراقبة تحصيل الضريبة من خلال الإصالة الإلكترونية ومشروع ما كانت وتطويل دورة العمل بلجان الطعن الضريبي اللي بيستهدف برضو سرعة البت في ملفات الطعون الضريبية بالنسبة للضرائب العقارية يعني إحنا عندنا هدف أنه ننظر فيه أساسا المنظومة تحت ضرائب العقارية كلها وده خلانا أن احنا تقدمنا المجلس النواب بأنها تتأجل عملية عد تقييم حتى يعني لمدة ثلاث سنوات تنتهي في نهاية 21 السنة دي ولكن بدأنا في عملية تطوير منظومة ضرائب العقارية ننفذنا عدد مشروعات تكنولوجية بمصلحة الضرائب العقارية منها مشروع ما كانت الدورة المستندية للضرائب العقارية ورفع كفاءة البناء أساسيات تكنولوجية للمقار الضريبية لتهيئة تلبيئة الملأمة للعمل ومشروع حصل الموايكة للسرعة العقارية من خلال إنشاء قاعدة بيانات السرعة العقارية وإدخال بيانات كافة لحدات العقارية على المستوى الجمهورية وتصميم الكشف الرسمي الموايكة للاخترارات الضريبية وبرامج برنامج اللي يدخلوا تصغير بيانات لصول خصوم لكي احنا تعاوننا في هذا مع معالي وزير الاتصالات الفترة الأخيرة بحيث انه بتتم الاقرار بطريقة الالكترونية برضا بالنسبة للجمارك يعني فيه إصلاح وطبعا منظومة الجمارك يعني محتاجة جهد ومحتاجة وقت ومحتاجة شغل جامد جدا لأنها طبعا منظومة تورست عبر يعني عشرات السنين لكن احنا قدرنا خلال الفترة الماضية استصدرنا قانون جمارك جديد بعد القانون اللي كان موجود وبقاله 63 سنة عملنا قانون جديد رقم 27 سنة 2020 بحيث انه هو عالج سلبيات تشريعات السابقة ووحد مفاهيم الجماركية في قانون واحد بسط لجراءاته الجماركية استحدث نصم جماركية جديدة واستخدم فيه تطبيق اساليب العمل التكنولوجية الحديثة اللي نقدر نعتمد عليها في الفترة القادمة وبرضو القانون رائعا يتوافق مع الممارسات العالمية والتزامات مصر الدولية واعتماد مستحدثات التجارة الدولية وايضا بيهدف الى انه نحسن منخ الاستثمار وزيادة قدرة التنفسية الاقتصاد المصر ورفع ترتيب مصر في المعاشرات الدولية ايضا اشتغلنا على تعديل فئات التعريفة الجمهورية المفروضة على بعض سرع الوردة من الخارج وراعة تشجيع الاستثمار والصناعة المحلية والحفاظ على البيئة وتم اعداده وفق اخر اصدارات منظمة الجمارك العالمية للتوافق مع التزامات مصر ضمن المنظمة وايضا ارسل رسالة استقرار اقتصادي بالدولة وازلنا تشوهات جمهورية كانت موجودة وحل بعض المشاكل اللي اصفر عن التطبيق العام برضو على مجال التطوير التكنولوجي والمايكانة وزارة المالية بتكمل بقوة شديدة جدا تنفيذ المشروع القوم التحديث ومايكانة منظومة الادارة الجمهورية وده بيحظى بدعم كبير من القيادة السياسية ومن دولة رئيس الوزارة خصص جزء كبير جدا من وقته لهذا المشروع وبحيث يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الإفراج الجمهوري وطبعا هنعكس على خفض تكريفة سلع والخدمات بالأسواق المحلية في هذا الإطار احنا يعني فيه مشروع الكشف بالأشعة على الحاويات في المنافذ الجمهورية والربط الشبكي لأجسة المسح بالأشعة لحد من حالات تقريب الجمهوري وحكاب الرقابة على العامات الجمهورية بالمؤمنة المصرية وزارة المالية قطعت شوت كبير في مراحل تنفيذ المشروع لأنه تم توريد 87 جهاز فحص متنوع للأفراد والأمتاع والبضائع واجهزة كشف على المتفجرات والمخدرات وجميع تم توزيع المنافذ الجمهورية على المستوى الجمهورية وتشغالها كمان فيه 99 جهاز تم التعاقد عليهم وهيبدأ تدوردهم خلال الشهور القرية القادمة أيضا مشروع النفيذ الوحيدة القومية للتجارة اللي بيشمل إنهاج إنشاء وتجهيز مراكز لوجستية في المنافذ الجمهورية بغرض تيسير الإجراءات الجمهورية ومايكانتها عشان نسد صغرات التهريب الجمهوري وإحداث ربط إلكتروني بين كل المنافذ الجمهورية وتقديم حزم الخدمات المميزة بحيث أنه هدفنا أن نيسر على المتعاملين مع الجمارك وأيضا رجعنا موضوع الفعل الاقتصادي أو القائمة البيضاء بحيث يستطيعون منضمين لهذه القائمة سرعة إنهاء إجراءاتهم للإفراج عن شحناتهم في أي مينة دون الحاجة الانتقال إليه من خلال استفاق المستندات والموافقات المطلوبة عنها بهذا المركز وتم الوصول بمنظومة النفذة الوحيدة إلى أن احنا تقريبا وصلنا إلى تخطيط حوالي 90% من إجمالي بضاءة اللي بتارد لمصر وبنستهدف الانتهاء من ربط كافة المواني البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية واحدة عبر منظومة نفذة بنهاية يونيو هذا العام وتقريبا إحنا قربنا على الانتهاء فعلا من إنشاء المراكز اللوجستية كلها أيضا مشروع الفعل الاقتصادي المعتمد والذي تضمن برضو إصدار قائمة بالشركات ذات السمعة الطيبة والصحيفة الجبخالية من أي مخالفات في التجارة الدولية وحتى الآن تم تصنيف القائمة المعتمدة فيها 189 شركة في مجال الاستيراد والتصدير والتخليص الجمرار فيه أيضا نظام التسجيل المسبق للمشحونات قبل الوصول اللي هو الـ Advanced Cargo Information System وأيضا نظام إدارة المخاطر المرتبط به تهدف الأنظمة دي اللي نتستغنى عن المستندات الورقية تماما ونستفيد بآليات ربط منظومة النافذة الواحدة الإلكترونية مع شبكات سلاسل الإمدادات الدولية اللي بتعمل بالتكنولوجيا الحديثة والمؤمنة بحيث نحصل على بيانات الشحنات والمستندات الإلكترونية من مصدر تصديرها قبل تصديرها المص وأيضا من الخط الملاحي مباشرة قبل التحميل والشحن والميناء التصدير كما توفر آليات إنذار مبكر بحيث نستطيع أن احنا أي شحنات مرفوضة ما نسمحش بأنها تتحرك من ميناء التصدير وأيضا ده يساعدنا على أن ما تجيش بضاعة وهي ممنوع دخولها مص تتراكم على المهمل والرواكد بالمواني أيضا حصولنا على البيانات قبل تصديرها من ميناء التصدير هيساعدنا من أنه بالنسبة لللي هيتم التوافق عليه أو الموافقة لي أن أنا أبدأ إجراءات إفراج جمهوركي بدري إحنا بدأنا وأحضراتكم يعني ممكن بعتنا لكل الجهات أنه بدأنا تجريبي من أول الشهر ده شهر أربعة وإن شاء الله إلزامي من اعتبارها من واحد سبعة هيكون بالنسبة لي بحيث كله هيبقى إلكتروني وهنستغنى تدريجيا على المستندات الورقية وكمان الجهات الرقابية يعني إحنا عملنا شغل عليها بحيث أنه ندمج على قد ما نقدر الجهات الرقابية ونخفض عددها بحيث أنه بعض الجهات العدد الموجود سبعة وتمانية جوة نفس الجهة ننزله الجهة واحدة ويتم التواصل معها الإلكتروني ده إن شاء الله يساعدنا في الإسراء في عملية الإفراج الجمهوركي وتقليل الجهات اللي هي الرقابية بالنسبة لمنظومة الجمهوركية في مجال إصلاحاتها هيكلية في السياسة المالية ورافة كفاءة أداد موازنة العامة إحنا حاليا عملنا مشروع قانون موجود في مجلس النواب بنلغي بي مشروع قانون الموازنة الحالي اللي هو أيضا قانون المحاسبة الحكومية وبنحاول إن إحنا الاثنين دول قانون الموازنة رقم 3 و50 لسنة 73 وقانون المحاسبة الحكومية اللي هو 127 ساة 81 ده مجنهم في قانون واحد هو قانون المالية العامة يراعي بقى التطبيقات الحديثة لمنظومتين دافعوا التحصيل الإلكتروني ونظام معلومات إدارة المالية الحكومية وبيوحد قطر الموازنية والمحاسبية فيما يخص إعداد التنفيذ وتسجيل الموازنة العامة للدول بحيث يحسن إسلوب إعداد الموازنة ويراء التحول الإلكتروني في إعداد التنفيذ الموازنة بالإضافة إلى أنه هيبقى عندنا إعداد موازنة متوسطة إحنا كل سنة بنقدم لمجلس النواب موازنة السنة الجديدة في القانون الجديد وزارة المالية هتبقى متزمة بأنها تقدم موازنة 3 سنوات السنة الجديدة وسنتين تاليين بحيث أنه دايماً باستمرار فيه عندنا تخطيط مسبق أيضاً منظومة اشراء المرجاز لجهد الدولة لترشيد الإنفاق والسهلاك حيث أطلقت وزارة المالية حزمة العقود الحكومية النموذجية في ضوء أحكام قانون التعاقدات بالمواجهات العامة رقمية نوتر من سنة 2018 وبالفعل تم اعتماد 15 عقد من العقود النموذجية حالياً بتميكن بحيث أن هي تبقى مميكانة ومؤمنة ومكودة وإلكترونية بحيث يعني العمل البشري تقريباً هيبقى استبعد من هذه المنظومة يعني بالإضافة لكده يمكن أكيد معالي وزيرة التجارة والصناعة تحدثت عن قانون مشروعات صغيرة ومتنائية صغر المجلس الوزراء أيضاً وافق عليه مؤخراً أعتقد أن فيه مزايا وحوافز ضريبية وجمهوركية وتمولية كثيرة جداً أعتقد أنه كمان في ضوء ما اتخذنا من قرارات من تسبيت أسعار الكهرباء والغاز خلال الثلاث سنوات القادمة للمجال القطاع الصناعي وتحمل وزارة المالية هذا بالإضافة إلى ما نقوم به بالنسبة لدعم الصدرات وأعتقد أن الموازنة العامة للدولة العامة لـ 21-22 يحتوي على العديد من المبادرات والعديد من البرامج التي نعتبرها هي بداية التنفيذ الفعلي للإصلاحات الهيكلية وأكتفي بهذا شكراً جزيلاً شكراً معالي وزير المالية على هذا العرض والذي يعكس التكامل بين القطاعات المختلفة في جسد الاقتصاد المصري من أجل تحقيق النجاح المنشود للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يهدف بالأساس لتحسين حياة المواطن المصري ورفع قدرات الاقتصاد المصري على المنافسة وتحقيق تقدم حقيقي على كافة الأسعادات الاقتصادية أتقدم بالشكر للسادة الوزراء وبستسمح حضرتك دولة الرئيس في سماع بعض الأسئلة والتعقيبات عندنا تعقيب من دكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بسم الله الرحمن الرحيم بداية طبعاً بوجي خالص شكر والتقدير لدولة رئيس الوزراء على دعواتي اليوم تحية والتقدير للسادة الوزراء وممثله المجالس التشريعية وأيضاً ممثله قطاع الأعمال العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني سادة الحضور بداية أنا سأعيد يعني دعوني أعبر عن سعادتي البالغة بأن مصر سوف تدخل بقوة في الإصلاحات الهيكلية بالطبع أن الإصلاح الاقتصادي بمرحلته الأولى وهي التي أدت إلى الاستقرار الاقتصادي والمالي بمؤشرات الاقتصاد الكل سواء كانت متمثلة في النمو البطالة تضخم عجز الموزنة والمديونية والاحتياطي وسعر الصرف وميزان المدفوعات هناك استقرار بالفعل لجسم الاقتصاد ظاهريا ولكن عندما يتعرض إلى صدمة سواء كانت صدمة مالية اقتصادية بيئية كفيروس كورونا أمنية اجتماعية فنحن نعيش في عصر المخاطر ولذلك من يستطيع إدارة مخاطر الاقتصاد أيا كان نوع هذه المخاطر في هذه الحالة ويدني وتحوط ضد هذه المخاطر يتقدم بالفعل ولذلك بنجد عندما يتعرض جسم الاقتصاد إلى هذه المخاطر كصدمة فيروس كورونا نجد نحن نجد أننا في أمس الحاجة لأن جسم الاقتصاد يكون أو يتميز بخمسة صفات أساسية التي تجعله أكثر استدامة في ظل فترة ما بعد كورونا نمر واحدا أن يكون الاقتصاد أكثر مقاومة لأزمات والمخاطر اتنين أن الاقتصاد يكون أكثر مرونة بحيث يستطيع عندما يتلقى الصدمة يتعافى بأسرع ما يمكن وده هيحدث في فترة ما بعد كورونا أن الاقتصادات المتقدمة سوف تتعافى بسرعة بينما الاقتصادات الناهضة والنامية والدول الأقل نموا ستحتاج إلى فترة طويلة يعني قد تطول إلى سنة أو سنتين بينما الاقتصادات المتقدمة تتعافى بسرعة لماذا؟ لأن حياك الاقتصادات المتقدمة غير مشوهة ولذلك يعني ده فيما تعلق بالمرونة أيضا يكون أكثر إنصافا بمعنى ما نسميها بالدعم وتعزيز الحماية الاجتماعية أربعة أن الاقتصاد في هذه الحالة يكون أكثر ذكاءا أكثر ذكاءا بمعنى الرقمنة وما يتصل بها في هذه الحالة وأخيرا أن يكون أكثر نظافة يعني يكون الاقتصاد صديق للبيئة في هذه هذه الخمس يعني صفات لاقتصادات ما بعد كورونا برنامج الإصلاح الهيكالي لنا سعيد سعادة بالغة أن حكومة الدكتور مصطفى مدولي يعني قامت بإطلاق هذا البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكالية أو الإصلاح الهيكالي في هذه الحالة طبعا عندي 15 تشوه مش أذكرهم لكن يعني بسميها منظومات مشوهة بنجد أن البرنامج من خلال عرض معالي الوزراء تعرضت إلى يعني جهود هذه الوزراء في برنامج الإصلاح الهيكالي في هذه الحالة أن هذه المنظومات سوف تحتاج إلى فترة قد تطول يعني أنا في تصوري أنه بالعرض الحالي أنه البرنامج 18 شهر ده كمرحلة أولى ثم 36 شهر يعني 18 شهر أخرى يبقى كده دخلنا في 3 سنوات ثم في الأجل الطويل 5 سنوات أعتقد 5 سنوات سوف تكون فترة مناسبة على مراحل 18 شهر ثم 18 شهر وقد تصل إلى 3 سنوات بعدها مباشرة بـ 6 سنوات أو 5 سنوات في هذه الحالة لماذا؟ لأنه هذه التشوهات في هيكل الاقتصاد معقدة للغاية تحتاج إلى حرفية شديدة من يعني صانع القرار في فك هذه التشبكات المعقدة للغاية ولذلك بقول أنه يعني هذه المنظومات المشوهة يعني هيبقى تحتيها مباشرة هيبقى في قطاعات فيها تشوهات هيبقى في سياسات مختلفة تحتاج إلى تصحيح وأيضا تشريعات جديدة في هذه الحالة طبعا جسم الاقتصاد يعني في الظاهر يعني مستقر بالفعل بمؤشراته التمانية اللي أنا قلت عليها نمو بطالة إلى آخره في هذه الحالة بنجد أن جسم الاقتصاد من الداخل يحتاج إلى هذه الإصلاحات الهيكلية سواء كانت فيما يتعلق برأس الجسم الحكومة سواء كانت في المعدة الاقتصادية وهي قطاع الأعمال بشقيه العام والخاص الخلايا جسم الاقتصاد اللي هي 100 مليون ناس من القطاع العائلي في هذه الحالة يحتاج إلى أيضا بعض السياسات اللي يتعامل معها القطاع الرابع يتعلق به العلاقات بين جسم الاقتصاد والأجسام الاقتصادية الأخرى وهي فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية الدولية أو ما نسميها اختصارا استجارة دولية وأيضا الحماية الحماية البيئية دكتور بعد إذن حضرتك احنا بس الوقت طيب فانا فأنا باختصار شديد في نهاية الأمر أنه هذا البرنامج أنا سعيب به كل السعادة وأنه سوف يؤدي الهدف الرئيسي بحيث يقوي جسم الاقتصاد في مقاومة الأزمات والمرونة بتاعته في التعافي السريع كنت يعني أتمنى أنه يكون النهاردة طالما الحكومة موجودة البعد الآخر وهو القطاع المصرفي البنك المركزي والجهاز المصرفي باعتبار أنه كان يقدم لنا في اليوم يعني رؤيته في برنامج الإصلاح الاقتصادي من حيث الشمول المالي ودخول في عصر رقمية المعاملات إلى آخره باعتبار أنه البنك المركزي والحيئة العامة للرقابة المالية هو البعد الآخر في يده وأنه ده كان التنسيق والتناسق بين والتناغم بين السياسة المالية سياسة الحكومة عموماً والمالية بالذات مع السياسة النقدية كان لها أثر كبير في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في مرحلته الأولى ألف شكر شكراً يا فندم شكراً جزيلاً التعقيب الثاني الأستاذ هاني سرية الدين رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ وأستسمح حضراتكم دقيقتين لكل تعقيب علشان الوقت ننتقل لتعقيبات مجتمع الأعمال تعقيب مهندس محمد سويدي رئيس التحاد الصناعات في دقيقتين بعد إسنا حضرتك شكراً يا فندم نشكر الحكومة كثيراً على برنامج الإصلاحات إن ده كل اللي احنا بنحلم به دايماً فيه مجتمع الصناعة بالكامل يعني يمكن سعيد جداً وكل إجراءات وإحنا شاركنا مع حضرتك في كل ما تم اتخاذه وأغلابة لكني هحط بس رأي في بعض الحاجات إنه أهم حاجة طاعاً زي ما اتفقنا حريك مع كانت كل الإجراءات وتبسيطها هذا شيء أساسي الحمد لله دولة وعيدة جداً في جذب للسمراض عايزة أضيف حاجة حريك قلت عليها تعليم الفني وده اللي بشير له إن شاء الله إن احنا في تجارب من التعليم الفني أصبح بيديره القطاع الخاص وبتكفل به أيضاً القطاع الخاص وده دورنا الحقيقي وإن شاء الله يعني دارو تيسو روزا نحنا نساعد فيه إن ندي المدارس الفنية إن شاء الله لإدارتها لقطاع الخاص مع تكفل به كامل تكلفتنا إحنا اللي بنستفيد في النهاية بإصلاح الدور يعني تمية المجتمع ويجذب استثمات أكتر بأن فيه عمالة فنية ماهرة الشأن الآخر اللي هي سهولة الأراضي الصناعية زي ما معايا الوزيرة قالت إحنا برضو بنقدم الفكرة ونعايزين أقول عليه إنه عملية حق الانتفاع بالأراضي ده شيء لازم بقوارد وموجود أو إعطاء المدة بالمدة التمويل الطويلة لجذب مزيد من الاستثمارات إن شاء الله واستخدام قانون المشروعات الصغيرة ده هيعمل جذب لقطاعات غير رسمية منقطاع غير رسمي ده يمكن من أشد التحديات بها إن شاء الله وتوحيد بقى الجهات الرقبية تبا هي بس جهة واحدة أو اتنين يعني نقلل من الجهات لكن بقى حي كل الوزرات على كل الإصلاحات العرب مش أني تقول يعني بالاسم لكن هناك تحديات كثيرة وبالذات الإصلاح الميكاني هو شيء من الاسسيات وإن شاء الله رب دايما بالتوفيق شكرا شكرا جزيلا التعقيب الثالث المهندس إبراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية بسم الله الرحمن الرحيم أنا بشكر دولة الرئيس وبشكر كل سيدة الوزراء على ما قدموا النهاردة والرؤية التي شفناها لمصر 2030 و2050 إن شاء الله ورؤية واعدة وإن شاء الله مصر تكون في تقدم أكبر وأكثر قسنا بركز نقطة أسية على الاقتصاد الغير رسمي والتجارة الغير رسمية والتجارة المنتشرة ومنتشرة في كل مكان في الريف واصلة وفي كل مكان موجودة منتشرة يعني بشكر أنه فيه جهود كثيرة موجودة لدمج هذا الاقتصاد ووضع على الطريق السليم بتاعه ووضع الطريق الصحيح بالجهود المبزولة من دولة الرئيس ومن وزارة المالية على الأخص التشريع الجديد نساعد فيها ونوصل بها إلى ما نتمنى جميعا نبقى كل المنظومات الموجودة في الدولة تحت الرؤية الكاملة والشاملة لنا شكرا جزيلا شكرا التعقيب الرابع دكتور محرم هلال رئيس اتحاد المستثمرين دولة رئيس الوزراء ما تم إنجاز وفند في الإصلاح الاقتصادي اللي فات من مرحلة اللي فات شيء مبهر واعترف به العالم كله وربنا يوفقكو وإحنا اتحاد المستثمرين يقف ويدعم بكل قوته جهود الحكومة أنا ليه تعليق بسيط خالص إن الجزء اللي فاضل من رمضان لغاية العيد الإجراءات الاحترازية اللي موجودة في جائحة القورونا غير كافية ونرجو أن يتم أنها تكون حسمة أكتر حتى لتفلت الأمور منها شكرا دولة الرئيس شكرا جزيلا وردت بعض الأسئلة للصحفيين يعني أنا أنادي اسم الصحفي نسمع السؤال ويتم الإجابة عليه أستاذ أحمد أبو الحسن قناة النيل للأخبار الوزراء من البرنامج الإصلاحي يهدف إلى تحقيق إصلاح هيكلي ومن المعروف أن أحد الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري على مستوى المنشآت الإنتاجية وعلى مستوى سوق العمل يتعلق بتضخم القطاع غير المنظم أو القطاع غير الرسمي على حساب القطاع الرسمي فلماذا لم نسمع أو نستمع اليوم لأي إجراء إصلاحي خاص بهذا القطاع شكرا يا فندم بالنسبة للتساؤل يا فندم نحن نوهنا فيما يخص القطاع الغير رسمي أن تم إصدار القانون الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتنهية الصغر ونوهت أن تم إصدار اللايحة التنفيذية باعتماد دولة رئيس مجلس الوزراء 5 إبريل هذا الشهر وهذا القانون باللايحة التنفيذية يوجد فصل كامل للإجراءات المعمولة لتحويل القطاع الغير رسمي لقطاع الرسمي من خلال منظومة توفيق أوضاع بيتاحة مستندات ووضع قانوني ليه بيسطل لمدة خمس سنوات وعلى الجانب الآخر المعاملة المالية له أو المعاملة الضريبية له على أساس أن نحن نبقى حريصين أنه لديه المستندات وأهم حاجة في هذه المستندات هي البطاعة الضريبية لدمجه في القطاع الرسمي والتيسيرات الموجودة من خلال ضريبة مقطوعة نوهت أنها تبتدي بألف جنيه طالما رقم الأعمال لها تجاوز 250 ألف ألف جنيه في السنة بتتدرج لتصل لواحد في المية بحد رقم أعمال يصل لعشر مليون جنيه فإحنا فيه إجراءات وفيه كثير من التفاصيل قادرة أتكلمها على هذا المحور لكن إحنا نوهنا في العرض الإصلاحات الهيكلية لجهود الحكومة في تحويل القطاع الغير رسمي لقطاع الرسمي شكرا خليني بس أكمل هنا نقطة مهمة جدا بخلاف اللي قالته معاني الوزيرة في موضوع الضريبة قطعية اللي حيبقى بيخلي أي حد يعني متردد أنه يظهر في النور أنه يبقى بيندمج معنا ولكن أيضا الحقيقة فيه برنامج مهم جدا الدولة بتنفذه النهاردة طبقا لتوجهات سيادة الرئيس وهو التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية وده يمكن المرحلة الجاية إحنا هندخل بقوة شديدة جدا في إنشاء مجمعات صناعية في كل المدن القائمة عشان نستبدل بيها المجمعات الغير رسمية لأن عندنا زي ما كان عندنا مناطق سكنية عشوائية عندنا مناطق صناعية عشوائية التوجهات الأخيرة لفخانت الرئيس توسع بصورة كبيرة جدا في إنشاء مجمعات صناعية جوه قلب المدن القائمة نوفر بيها بديل رسمي للمناطق الصناعية الغير رسمية ونربطها بتمويل ميسر جدا للشباب وللناس اللي موجودين في هذا القطاع يقدر من خلاله أنه هو يقدر يتوسع بصورة جيدة ويقدر أنه هو يقنن أوضاعه في خلال المرحلة القادمة يبقى بالتالي أنا بدي له كم كبير من الحوافز حوافز فيه خلال ضريبة قطعية بسيطة جدا ولكن أيضا أن أنا بوفر له بيئة آمنة وتمويل ميسر في خلال المرحلة القادمة للتوسع في عماله شكرا لدولة الرئيس شكرا معني الوزيرة السؤال الثاني الأستاذ محمد مجدي جريدة الوطن ترجمة نانسي قنقر سهلا خير فندم احنا لمسنا في برنامج الاصلاح الاهكالي جادب مهم اللي هو مختص في الامن المائي معالي وزير الزراع كانت كلمة فندم كثير بخصوص تطوير الري سواء في الاماكن القديمة او الجديدة منظومات المعالجة المائة فهل يا فندم الاجراءات دي مرتبطة بملف السد الاسيوبي وهل مرتبط بالمخاوف نقص حصة مصر المائية ولا حكومة تتحرك لها سمحولي يمكن انا ارد في هذا الموضوع ان احنا طبعا دولة بتنمو كعدد سكان احنا النهاردة بنقترب تجاوزنا المية مليون ومع سبات كمية المياه اللي بتيجي المصر من خلال نهر النيل اللي احنا بنعتمد عليه اكتر من تسعين في المائة من مواردنا جاية من نهر النيل وبالتالي النهاردة لنا ان نتخيل ان عدد سكان مصر اللي كانوا من مئة سنة يعني اللي لا يتجاوزوا العشرة مليون النهاردة وانحنا بنتجاوز المئة مليون هي هي نفس الموارد المائية ونفس الحصة المائية وده اللي خلى النهاردة مصر مصنفة ضمن الدول اللي بتعاني من الفقر المائي ونصيب المواطن النهاردة من المياه يعني في حدود الستمائة مليون ستمائة متر مكعب في السنة ستمائة متر مكعب في السنة وللحد الفقر المائي هو الف متر مكعب في السنة يعني احنا النهاردة دخلنا حتى في الفقر الحاد فيما يخص الماء طيب احنا المشاريع اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة دي مشاريع بتتكلم فيها على أن احنا بنعي مدى التحدي اللي موجود لدينا من ثبات الموارد المائية مع زيادة السكان وده اللي خلانا أن احنا النهاردة ندخل بقوة وبموارد مالية هائلة بمئات المليارات للاستفادة من كل قطرة مياه النهاردة لدينا احنا هنا مش بنتكلم على موارد إضافية ولا المشروعات اللي اتكلم فيها معالي وزير الزراعة من توسع أفقي أو توسع رأي رأسي على اعتبار أننا بجيب موارد إضافية لا ده بالعكس ده أنا بتكلم على الموارد بتاعتي هي هي بعيد استغلال المياه المياه اللي كانت مية صرف الزراعي مية صرف صحي النهاردة بعمل لها معالجة فائقة الجودة معالجة سلاثية يعني نقدر أنها نستخدمها في أي استخدامات معالجة صرف الصناعي المياه الجوفية تحلية مياه البحر كل دي النهاردة بقيت مجالات جديدة بقينا بنتطرق إليها عشان نجابه محدودية الموارد المائية بتاعتنا احنا طبعا ده كله بعيدا عن إشكالية موضوع سد النهضة اللي احنا حضركم كلكم بتابعين احنا بدولة بتتحرك بكل جبهاتها للتعامل مع هذه الإشكالية لكن احنا بنتكلم هنا حتى مع ثبات الموارد المائية بتاعتنا اللي جايلنا من نهر النيل احنا علينا تحدي كبير جدا مع زيادة السكنية ان احنا لابد ان نستغل كل قطرة مياه النهاردة كانت موجودة عندنا واحنا من أعلى الدور على فكرة في استغلال المياه واعادة تدوير المياه والاستفادة منها ومع ذلك بنعمل مشروعات بمئات المليارات علشان النهاردة ايضا نعيد الاستفادة بنسبة اكبر واعلى من هذه المياه النهاردة مشروعات زي طبطين الترع مشروعات زي الراي الحديث مشروعات اللي داخلين فيها في التحلية والمعالجات معالجات الصرف الصحي اللي بنحولها لصرف سلاسي المعالجة كل دي علشان فعلا نستفيد بكل قطرة مياه موجودة لدينا شكرا يا فندم السؤال الثالث أستاذ حسن خزيم جريدة روزا ليوسف مساء الله خير يا فندم شكرا معالج دولة رئيس مجلس الوزراء على إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية اللي بيأكد طبعا أن الدولة المصرية والحكومة بتشتغل لصالح المواطن ويمكن حضرتك اليوم يا فندم يعني بعدت رسالة طمأنة بالنسبة للمواطنين إنما فيش أعباء إضافية على المواطنين بخصوص هذا البرنامج ده تعتبر يعني رسالة طمأنة للمواطن ولكن يمكن سؤال يا فندم أنا منذ عدة شهور ونحن نتوقع يعني أن الحكومة بتقوم بالإعلان عن النسخة المحدثة من استراتيجية مصر للتنمية المستدامة رئيس مصر 2030 ولكن بدل من ذلك يعني شهدنا مع حضرتك اليوم الإعلان عن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية فهل البرنامج يا فندم ده يعتبر بديل لرؤية مصر 2030 وإن لم يكن كذلك فمتى يتم الإعلان عنها الأمر الآخر يمكن هذه الحكومة يا فندم كانت وما زالت على قدر المسؤولية في التعامل مع كافة الملفات والقضايا الشائكة اللي هي يعني كل الحكومات السابقة يعني ما يدرتش تروح ناحيتها شكرا يا فندم شكرا على السؤال والحقيقة رؤية مصر 2030 هي الإطار الاستراتيجي طويل المدى اللي الدولة المصرية بتتحرك عليه وبالتالي كل الخطة اللي بيتم وضعها هي بتتم في إطار هذه الرؤية كل الرؤية طويلة المدى هي رؤية ديناميكية يعني رؤية متطورة الوثيقة دي وثيقة حية بيتم بشكل مستمر متابعتها بيتم بشكل مستمر لبنشوف إيه المستحدات اللي بتحصل على مستوى العالم الرؤية لما تم وضعها وأطلقها سيد رئيس الجمهورية للتأكيد على الدعم السياسي لهذه الرؤية وتمت طبعا بشكل تشاركي بين كل شركاء التنمية في مصر كان مهم جدا أنه بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي بنشوف إيه المستدبعات وإيه اللي حصل بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي وتأثيره على المستهدفات أيضا بعد جائحة كورونا احنا أيضا عملنا مجموعة من المتغيرات لأن زي ما حالكم عارفين العالم كله غير أولوياته بعد الجائحة أمور كتيرة جدا اتغيرت بعد الجائحة فكان لابد أن احنا ندرك كل التغيير اللي تم في هذه الأولويات على رؤية مصر 2030 الخطة دي اللي احنا بنحطها النهاردة هي جزء من رؤية مصر 2030 عشان أقدر أحقق المستهدفات وفقا للتطورات وفقا للتغيير في الأولويات كان لابد من إطلاق برنامج إصلاح حيكالي عشان يخليني أقدر أوصل لكل مستهدفاتي وقد كمان أتخطى هذه المستهدفات إن شاء الله الرؤية هي عبارة زي ما يكون إحنا كلنا متفقين على المستهدفات ومتفقين على أن إحنا نروح فين ولكن دايما يمكن بنقول بنغير شوية في الطريقة أو الوسيلة اللي أوصل بيها إلى الوصول إلى هذه الرؤية وفقا للمستهدفات المحلية والإقليمية والدولية شكرا شكرا لحضرتك الأستاذ محمود مطاوع موقع صدى البلد ليسمح لي سيدة دولة رئيس الوزراء أتحدث بس بصراحة عن برنامج الإصلاح اللي فات سبب بعبء كبير على المواطن وده يعني دلوقتي المواطن خايف من أي كلمة إصلاح اقتصادي أو برنامج اقتصادي فيترى البرنامج دا وهيكون فيه أعباء على المواطن أنا راجع طبعا أنا حابب أن أكد مرة أخرى أننا هنا بنتكلم على إصلاح لمنظومة العمل جوا الدولة وإصلاح للمؤسسات بتاعت الدولة كيف نيسر إجراءات تخص قطاعات مهمة جدا المستثمرين والقطاع الخاص هو المواطن نفسه كان بيشكو من عب وصعوبة وتعقيد هذه الإجراءات وبالتالي إحنا بنتكلم هنا على إجراءات إصلاحات كلها إصلاحات مؤسسية وإصلاحات إدارية وتنفيذية ما لهاش أي علاقة خالص بفرض أي أعباء مالية على المواطنين وده اللي يمكن أكدته بالعكس تماما المرحلة القادمة من البرنامج هي بتستهدف أن فعلا التركيز الشديد على المشروعات اللي الدولة حتستثمر فيها استثمارات هائلة لتحسين مستوى معيشة المواطن على رأسها طبعا المشروع الكبير اللي فخامة رئيس أطلقه الخاص بمبادرة حياة كريمة بالإضافة للمشروعات الأخرى اللي إن شاء الله المرحلة القادمة كلها هنشتغل عليها وبالتالي أنا بأكد أن كل الإصلاحات اللي إحنا النهاردة بنتكلم عليها هي إصلاحات تخص بتحسين بيئة العمل اللي موجودة جوا مصر تشجيع المنافسة تعظيم دور القطاع الخاص إدماج القطاع الغير رسمي في المنظومة يعني كلها النهاردة تركيز على قطاعات إحنا شايفينها أن القطاعات دي ممكن تبقى بتوفر أكبر حجم من فرص العمل وبتدفع عجلة النمو الاقتصاد المصري زي الصناعة زي الإتصالات زي الزراعة جنبا إلى جنب مع القطاعات الأخرى وبالتالي أنا بأكد مرة أخرى هو ده مش مربوط هذا البرنامج بأي أعباء مالية إضافية هنفرضها على المواطنين شكرا يا فندم الأستاذ جمال محرم دولة الرئيس أنا اسمي جمال محرم ممثل شركة بين الكمبني وهي شركة استشارات العالمية وشاركنا تحت إشراف وزارة التخطيط وجمعية تروس في الدراسة الحقيقة أنا عايز أشكر زملائي وبعض منهم موجودين معنا هنا كان فيه خمسين خبير مصري ومن ناحية بين كان فيه حوالي عشرين خبير أجنبي من حوالي اتنشر دولة اشتغلنا في شهر يوليا كله بزوم عملنا دراسة 400 صفحة مش هنقراهم طبعا عشان نخلص ونلحق نفتر الدراسة ركزت على الإصلاحات الهيكلية وكان فيه توجيه من معالي الوزيرة أن احنا كمان يبقى فيه دراسة مقارنة مع دول أخرى فركزنا على الحتة دي كمان وطبعا كان فيه النقطة أنها اتعاملت بطريقة ديناميكية إن لو حصل إن فيه أولويات أو تحديات جديدة ظهرت ممكن على طول نغير ونكمل أنا بس بحب أؤكد لحضرتك إن مجموعة بين مستعدة تكمل المشوار الأولاني عملناه وإن شاء الله تحت أمركم في أي حاجة وهنكمل بإذن الله موضوع البرنامج لو أحتاجت وشكرا كبيرا شكرا جزيلا السؤال الأخير الأستاذ شريف أحمد شفيق جريدة الأهرام مساء الخير يا فندم بالتأكيد أن نحن سعداء أن القطاع الزراعة قد جاءت من القطاعات الذات الأولوية بالنسبة للدولة وهذا أمر تكون ننتظره منذ العشرات السنين ولكن هناك سؤال يتعلق بالفلاح والمزارع المصري لأنه بالرغم من أن هذا القطاع يستوعب عددا كبيرا من الكوى العاملة في مصر إلا أنهم الأقل إرادا وربحا وأجورا فهل ستعود ثمار الإصلاح عليهم أم لا وأوضحهم الصعبة لم تتحسن مع أي برنامج إصلاح اقتصادي سابق فهل هذه المرة أيضا سيكون المستفيدون هم أصحاب الشركات والمؤسسات بالنسبة للمزارع والفلاح الصغير إحنا كل يمكن سمعت في الكلمة وزي ما عرضنا ومعالي وزيرة التخطيط عرضت أن البرنامج يستهدف يعني زيادة أوضاع وتحسين أوضاع المزارع والفلاح الصغير وإدماجه في كل المبادرات اللي عاملها الدولة سواء في مبادرات مشروع قوم بتيلو سواء في مشروع إحنا بنمول الفئات التسليفية للمحاصيل الاستراتيجية لكل الفلاحين والمزارعين بيصل إجمال التمويل اللي بيمنح لهم في السنة من البنك الزراعي أكثر من 6 إلى 7 مليار جنيه بدعم بفايدة بسيطة 5% ودعم حوالي 7% يعني معناها 600 مليون جنيه كل المبادرات المرتبطة بي البشروعات المرتبطة بي الانتاج الحيواني وتجميع الألبان والتنمية الزراعية كل الحاجات دي بتستهدف المزارع الصغير الحاجة التانية إن إحنا دائماً بنقدم للمزارع الصغير الهدف من استنبطة أو جديدة تحسين الانتاجية كون إن نرفع مستوى انتاجية معناه إن إحنا بنؤدي إلى تحسين أحواله في أحيان كتير زي ما شوفنا في البرنامج حالياً بيستهدف أيضاً تحسين التسويق التعاوني بهدف إن إحنا نقلل نسبة الفاقد ونقلل حلقات التسويق ونزيد الربحية فالبرنامج في حد ذاته هو برنامج متكامل بيستهدف صغار الفلاحين والمزارعين وتحسين أحواله شكراً شكراً جزيلاً دولة الرئيس شكراً أستاذ الوزراء طيب اسمحوا لي يمكن في الختام إن أنا أشكر حضراتكم وبنعتذر إذا كنا قطلنا عليكم في يوم من أيام الصيام في شهر رمضان ولكن أنا حابب بس أنهي هذه الجلسة المهمة إن أنا بأكد على إن الدولة المصرية الحقيقة صممت ونفزت المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي وكان برنامج مصري خالص وتصمم من خلال خبراء مصريين ومن خلال الدولة المصرية وطبعاً كان يعني لا يفوتني إن أنا أوجه الشكر للمؤسسات الدولية اللي ساعدتنا في تنفيذ هذا البرنامج في المرحلة الأولى مؤسسات كبيرة يعني موجودة النهاردة معانا في هذا المؤتمر المهم واللي إحنا كمان بنوجه لهم رسالة إن إحنا بنعول على استمرار شراكتكم معانا في خلال تنفيذ المرحلة التانية من البرنامج اللي هي برضو وضعت من خلال الحكومة المصرية والخبراء المصريين والمجتمع المدني المصري اللي هو برضو مرة أخرى هو برنامج مصري خالص بينبع من قناعة الحكومة المصرية بأهمية الاستمرار في هذا البرنامج عشان حقيقة نضمن استدامة وارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري مصر تستاهل إن إحنا نكون نسب النمو بتاعتنا توصل لسبعة وعشة في المية وبصورة مستمرة لإن ده هو فعلا وضع ومكانة مصر واللي إن شاء الله إحنا شايفين بإذن الله بكل جهود أبنائها في خلال المرحلة القادمة هنكون قادرين على تنفيذ هذا البرنامج الطموح ونحقق كل أمال الشعب المصري بإذن الله في خلال الفترة القادمة مرة أخرى كل سنة وحضراتكم طيبين ومتشاكرين جدا على وجودكم معنا وبنعتذر مرة أخرى على الإطالة وشكرا لحضراتكم شكرا جزيلا شكرا للمشاهدة